السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات الجراحة هنبدأ عن شابتر جديد بيتكلم عن اللمف اللمف لازم الاول نعرف ايه هو الحاجة دي نعرف الاناتومي بتاعها لو كان لها اناتومي نعرف ايه الفيسيولوجي بتاعها وبعدين بنتكلم عن مين بنتكلم عن الانفلاميشن بنتكلم عن التيومر لو فيه وبعدين بناخد العملية الجراحية بتاعتها طيب ان شاء الله كذلك لكن النهارده شابتر اللمف سهل وممكن نخلصه فيديوهان ان شاء الله ومحاضرتين بالكتير وبعدين ندخل على شابتر اللي بعده تمام ايه تعريف اللمف بقى؟ والله اللمف دلوقتي احنا هنتكلم النهارده عن حاجة اسمها مين؟ اللمف تمام؟ الاول نعرف ايه هو اللمف اصلا يعني انا متأكد ان معظمكم او معظم الناس يتسمعني يعني ممكن ما تكونش فاكرة ايه اللمف ده عبارة عن ايه بالظبط تمام؟ طيب اللمف البساطة، ببساطة ده اكدرة احنا عندنا مين؟ عندنا امرتري وعندنا فين وعندنا لمف يعني الثلاثة دول يعني ثلاثة حاجات موجودين في أي حتى في الجسم عندنا آرتري الآرتري ده بيوصل في الآخر يعني الآرتري بينقسم لآرتريولز الآرتريولز بتنقسم لكابيلاريز في الآخر وهكذا مش كده يعني فيه آرتريز وبعد الآرتريز فيه في الآخر فيه مين فيه اللي هو آرتريول وبعد الآرتريولز فيه الشعارات الدموية الكابيلاريز مش كده الشعارات الدموية الكابيلاريز دي يا جماعة متصلة بمين في الآخر وإلأ شعرات دموية دي متصلة بفين مش كده ولا إيه يعنى شعرات دموية دي بتعمل أناستموسيس أو بتعمل اتصال كده مع من بين مع الفين Franمين الفكرة وبالتالي أنا عندي مين تصالي وعندي عندي بعد كده فين وعنني بعد كده مين يا جماعة عندي بعد كده لمف طيب إيه موقع لمف بالإعراف في الكلام يعني إدلل أرتره وعندي بين يصب فيه يعني ده عندي أرتر أي مكان فيه فين كده بيتصل فيه في الآخر بمين بشعارات دموية اللي هتعمل في الآخر مين الشبكة اللي هتجمع لي بعد كده مين اللي هي الفينيولز والفينيولز هتديني مين بعد كده تديني الفينز الكبيرة أظنوا ده كلام قولي ابتدائي مش كده كان كلام مش جديد علينا يعني تمام ارتري وهكذا طيب قال لك والله ايه فايدة الكلام ده قال لك والله المفروض ان فيه شوية خلايا بتاكل يعني فيه خلايا بتتغزى على الكلام ده أنا عندي خلايا بتتغزذا على الكلام ده اللي هو مثلاً، أي نسيج في الجسم أي نسيج عضلة بقى تشو عين أي تشو في الجسم يعني عندي شباية مجموعة من الخلايا بتاكل بتاكل الحاجات دي تمام؟ عندي مجموعة الخلايا عايزة تتغزى فبتتغزى أو تاكل عن طريق مين؟ والله الأكل بياجيلها عن طريق الارتري يعني ربنا عامل القلب و الارتري عشان يعمل الأكل يجهزه لها وبعدين يديو لها جاهز بقى يدي لها أكل بقى انضيف في فيتامينز معادن منرالز تمام في اكسجين اكسجينيتات عشان تتنفس ما الخلايا دي عايز تتنفس عشان تعمل دورة كريبس التنفس الخلوي فاهمين وبالتالي انا عندي مين بالتالي انا عندي مين سيستيم كامل في الارتري اللي ربنا عامله بحيث ان هو يوصل الاكل للخلايا في الاخر بشكل كويس تمام طيب السؤال هو ازاي الارتري هيطلع الحاجات دي اللي هو المعادن والفيتامينات والسكر والبروتين والدهون ويوصلها للخلية عشان تنغيش تمام ازاي ربنا عامل كده عندي مين عندي مينرالز هي ازاي المينرالز دي توصل لتحت قالك والله هو ربنا عمل طريقة مختلفة يعني ما خلاهاش المينرالز دي او الحاجات الفي الدم دي توصل على طول قالك ده خلاها تنزل عن طريق المية يعني ايه يعني عطل الخلية مية وقال لها اخدي المية دي فيها كل حاجة عاوز اتاخديها يعني دلوقتي فيه مية الخلية بتشربها تمام؟ المية للخلية بتشربها دي جواها بقى المين راعي زجوء يعني الحاجات دي بتوصل عن طريق المية فاهمين المية كده كده يعني كأن مية ومدوب فيها مين المعادل والحاجات دي كلها طيب السؤال المية دي اللي هي إيه اللي هي البلازمة آه يعني البلازمة دي هدفها انها همين تترشح كده أو تسرسب كده بالبلة دي لحد ما توصل الخلية لأكل بتاعها فاهميني؟ طب السؤال التاني اللي بيطرح نفسه إزاي البلازمة بتمشي من الأرتري عاملين أساسيين يعني فيه عاملين بيتحكموا في قوة الدخول بتاع الحاجة أو قوة الشفط وقوة السحب هم قالك فيه عامل بيساعد على أن المية تتزق البرة هو العامل ده جماعة فيه عامل بيساعد على أن الحاجة تتزق البرة اسمه يعني فيه عامل كده بيزق مين يا جماعة بيزق المية البرة يعني فيه حاجة كده بتزق المية البرة اسمها الضغط الأورثوستاتيكي يعنيين ضغط الأورثوستاتيكي بالعربي يا جماعة الضغط الأرثوستادك دلوقتي إنت لو ماك خرطوم الخرطوم ده في مية والخرطوم ده لو أخذ مخروم كده كمش المية هتطلع منه هتقولها هتسألت هل ممكن تسألني طلعت ليه؟ هتقول لي عشان المية ضغطت يعني طلعت من الفتحة لقيت فتحة فطلعت منها فبالتالي نفس الفكرة يعني المية نفسها لها تقل المية نفسها لها تقل فبنجرة ما تلاقي فتحة ترح تقع من الفتحة دية تمام؟ حد يقول لي طب هو ده معنى ان الارترس بتاعتنا مخرامة اه يعني الارترس بتاعتنا بتكون فيه مسافات ما بينها وبين الخلابين خصوصا الشعارات الدموية الشعارات الدموية اخدنا في الهيستولوجي ان الخلاب بتاعت الشعارات الدموية واسعة جدا عن بعض ليه بقى عشان تعدي المية فاهمين الفكرة فربنا بالظبط عمل في الشعارات الدموية في الاخر خالص فتحات يعني انت لو معاك خرطوم جواه مية وخرمته بإبرة ولا حاجة مش هتلاقي بينقط كده الخرطوم نفس الفكرة الطنقيد ده بسبب قوة المية نفسها اسمها orthostatic يعني قوة ضغطة المية اللي جوه كده اسمه orthostatic orthostatic تمام يا جماعة اسمه orthostatic pressure اتفقنا؟ في مشاكل يا جماعة؟ طيب عندي قوة تاني القوة دي بالعكس بقى بتشفط المية يعني أنا عندي قوة بتزق وعندي قوة مين بتشفط المية ممتاز القوة اللي بتشفط المية دي الفوق بتشفطها منين والله قالك بتشفطها من التشو لمين بتشفطها من التشو للدم اسمها الأزمولاريتي يعني أنا عندي حاجة اسمها ضغط اسموذي بيشفط المية تمام؟ وعندي حاجة اسمها orthostatic pressure بيزق المية طب السؤال المية هتتحرك كده البرة ولا الجوه؟ لا ده سؤال جابي السؤال الاصح منه مين اقوى فيهم عشان عارف المية تتحرك فانه اتجاه والسؤال هنا بيقول هو الاسموتك بريشار مين عمله؟ قالك والله الاسموتك بريشار عمله اي حاجة موجودة في الدم يعني اي حاجة بتشفط مية يقولك انها اي محبة للماء زي مثلا الالبيومين تمام الالبيومين الالبيومين ده يعني جزيئات الالبيومين ده معروف انه هو اكبر حاجة موجودة في الدم تمام؟ وكده كده الالبيومين سواء فيه ضغط او ما فيش هو ما فيش يعني حجمه كبير لدرجة انه ما بيعادش من الفتاحات الصغيرة الفي الكابيلر يسفهمين؟ ودي من حكمة ربنا عشان يزبط للأزموتك بريشار تمام؟ يعني الالبيومين ده وظيفته ليه وظيف كتير جدا طبعا بيشيل هيرومونات وكلام من ده تمام؟ ولكن برضو ليه وظيفة اهم برضو انه مين بيعمل الأزموتك بريشار فانا بتخيلها دايما ان الالبيومين ده عمل زي مين؟ عم زي وش كده اهو تمام؟ والالبيومين ده جعان تمام؟ عاوز يشرب تمام؟ وبالتالي الالبيومين ده عاوز يشرب في عدد يشفط المية يشفتها منين بقى؟ يشفتها من السراؤنتين تيشوز تمام؟ طيب السؤال هنا قوة الشفط بكام وقوة الزق بكام؟ قوة الشفط بتاعت الاسموتيك بريشار في الارتري خمسة وعشرين في الارتري خمسة وعشرين طب انا قلتلك معلومة خمسة وعشرين تمام مليمتر زئبق طبعا ده اللي هو واحدة قاس الضغط وانا قلتلك معلومة ان مين ان جزيئات الدم دي يا جماعة او اللي هو الالبيومين ده ما بيعديش يعني ما بيترشحش ما بيعديش كده ويطلع في التشوز وبالتالي لو هنا فيه مية قطعة البيومين تلاقي اللي عدة من الارتري للفين نفس المية فهمني يعني العدد الالبيومين هنا نفس عدد الالبيومين هنا يعني تركيز الالبيومين في الارتري والفين متساوي وبالتالي هتلاقي ان القوة الشفط برضو في الفين بتسوي كام برضو بيسوي خمسة وعشرين طب منين جت الخمسة وعشرين دي بسبب المكونات الدم او بروتونات الدم مين لي على رأسهم الالبيومين تمام السؤال هنا الاورسوستاتيك بقى بريشار ضغطه كام قالك والله الأرثوستاتيك بريشر في 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 الأرث هنا فال impatience هنا خمستاشر تمام معني شنف الارتري كيم 35 لن LUCA choirs هذا ناتج عن قوة المية فالمية تقيلة في ورسلات الارتري والتالي لما المية تترسب والمية تشفط قليلا فالمية مستساعة وتظوص فكرة كون الخطيئة اقل حدثي ا Galb Gas ومن linhaسؤول عن الخطيئة تظوص فتح لكن المية الأزد منير للبرمس فضغط جامد ف Burn فسي جميل خطيئة خفيفة فيه. عشان الحاجات اللي كانت بتققلة الارتري اللي هو المعادن بقى. فهمين? كانت ضغط على الارتري جامد كده. ولكن اللي خلاص هنا مين? التشوت سحبتها. واول ما نوصل الفين توصل مياه خفيفة. فتلاقي فنلاقي الوستيك بريشر قل. فهمين الفكرة? طيب كويس خالص. دلوقتي مين? لما نيجي نعمل مين? يعني دلوقتي عندي في مين? عندي هنا في الارتري. بخمسة وعشرين ده بيشفط. يعني ينفع نعتبر وسائل بينفع الوستيك بريشر بيزق يعني موجب. يعني خمسة وتلاتين ناقص خمسة وعشرين. خمسة وتلاتين. اكتبها لك بالعربي اهو. خمسة وتلاتين بيزق البرة. وخمسة وعشرين بيشفط. بتاعت الالبيومين دي سبتة. مش كده? لما ده يطرحوا من بعض يطلع لي كام? يطلع لي عشرة ملي متر زق بقى. العشرة ملي متر فانهي اتجاه يا جماعة. في اتجاه الزق والله شفتوا في اتجاه الزق. يعني جماعة واحد قوته خمسة وعشرين بيزق الجوة. واحد قوته خمسة وتلاتين بيزق البرة. العربية تتحرك فين? تتحرك لبرة. مش كده يعني لو لو في عربية هنا. عربية اللي هو الاكل مثلا تماما من المعادن. وحد بيزقها من لبرة. بقوة خمسة وعشرين. بقوة خمسة وتلاتين. وحد بيزقها الجوة على الارتري بقوة خمسة وعشرين. الاكل هيطلع مع مين? مع الاقوى اللي هو ال 35, مش كده فنلاقي ان ناتج اللي هو مين يا جماع? ناتج ال orsostatج pressure و الtermotives pressure, ناتج الطاحمة بينهم ادى الى ان الحاجات تتحرك في صالح الاقوى اللي هو and from that, جاء الفلترة اللي هو ان المية اللي فيها المعادن والحاجات دي تروح تتفلتر ويروح يحصل diffusion للحاجات دي كلها يا جماع يحصل diffusion لها وتوصل مين? من ال artery وتاكلها القيامôle يعني التشوس كده اخدت مين يا جماع التشو أخدت ايه في الحالة دي أخدت المية ولا أخدت الأكل أخدت الأكل تمام؟ أخدت الإكل المية دي زي وسط بس عشان يعدي إعل الرأس يخرجية الأكل. فهميني الفكرة؟ والتشوز أخدت الأكل أخدت ال usable أخدت adds أخدت الدهون أخدت الalten broken أ wealthyOM خالص السؤال هنا هل لني跟你 ts the top , خلاص كده يعني هتفضل في التشوز والله لو فضلت في التشوز تعمل لأيدينا وبالتالي لازم المية اللي طلعت دية ترغب ترجع تاني على الفين مش كده دا كترة يعني لازم المية اللي طلعت اللي هو طلع فيها الأكل لم خلاصي خلايا أخذت الأكل كانت مية لازم المية اللي طلعت دي لبيلازمة ترجع تاني لل blushين وده بديهة! يعني لازم coworkers اللي هو كمية الدم اللي بيضخها القلب تسوي كمية الدم اللي رجعاله فلو المية فضلت ركنة في التشو وبالتالي القلب يضخ مثلا 5 كيل 8 لتر مسلاً دم مثلاً يرجعه ل 3 لتر فهمين؟ لأن فيه مثلا 2 لتر ما يتحوشه ما هو البلازمة ده جزء من الدم يا جماعة يعني الخمسة لتر ده اللي هو البلازمة مع الدم مع كله فلازم الخمسة لتر اللي يتضخوا يرجعوا للقلب خمسة لتر إلا هيحصل حاجة اسمها حاجة اسمها congestive heart failure اللي هو الدم محتقن اللي هو ما علينا مش هنتقل في تفاصيل تمام؟ ولكن بالبديهة لازم الدم الرحل للقلب اللي يتضخ لازم يرجع له لكن بقى بيختلف المكونات يعني مثلا طلع غير مفوش أكسجن رجع فيه أكسجن طلع مفوش حديد رجع فيه حديد فهمين بفكرة؟ وهكذا قال لك فلازم المية المية مش المعادل اللي أكرتها لتشو ترجع تاني طيب تمام؟ تروح المية تعمل ايه؟ والله شوف حكمة ربنا عمل ايه؟ خلى ان القلبي ومن كان سابط 25 اللي هو كان بيشفط لكن الضغط كان خف هنا صح كده اللي هو في الفين وبيقي 15 فلما نجي نطرحهم من بعض نلاقي القوة كام 25 نقص 15 برضو بيسوي عشرة بس الدور ده عشرة في قوة مين؟ في قوة الشفط ولا الزق؟ في قوة الشفط فنلاقي ان المية اللي ركنت في التشو اتشفطت بالتدريج للفين تاني ورجعت تاني الله الله يعني هنا قوة قوة الضغط عشرة لكن هنا قوة الشفط عشرة فهمنا هدا كترة؟ وبالتالي المية اللي في التشو هنا المية اللي في التشو رجعت تاني على الفين رجعت تاني على الفين ليه؟ عشان هنا قوة الاوزموتك اكبر في الفين لكن هنا قوة الاورسوستاتيك اكبر في الارتري فهمنا هنحطة دي يا جماعة؟ السؤال طيب تمام؟ كده احنا عملنا الحاجة اللي احنا عوزينها عطينا للتشوز الاكل وخلاص رجعنا المية تاني على الفين والدنيا زي الفل هو احنا الدرسي بتكلم عن حاجة اسمها لمف اعلقت اللمف بالكلام ده قالك اه قالك اصلي مش ممكن يكون فيه مثلا بكترياية في الدم البكترياية دي ممكن تعدي يعني ممكن مثلا يكون فيه بكترياية بكترياية تعدي من الدم البكترياية دي حجمها كبير والفين يا جماعة ما بيشفطش غير المية يعني الفين او بيشفط المية والحاجات اللي حجمها صغير وبالتالي قوة الشفط بتاعت الفين مش هتشفط غير المية والحاجات اللي حجمها صغير يعني مثلا في مثلا بروتين هنا مش هشفطه عشان ده حجمه كبير في مثلا بكترياية الفين مش هيقدر يشفطها هيشفط المية بس في مثلا صديض الفين مش هيقدر يشفطه هيشفط المية بس في مثلا خلايا ميتة خلايا حصل لها نيكروزيس الفين مش هيشفطها هيشفط الحاجات دي بس قالك طب والحل راح ربنا عمل لمؤاخسة كده مجاري للخلايا عمل ايه المجاري اللي عملها للخلايا اللي هو اللمف عمل مجاري للخلايا بيتميز بايه المجاري دي ان المسافة ما بين الخلايا بتاعتها واسعة جدا وبالتالي تشفط اي حاجة كانت يعني شوف ادي خلايا بتاعت النمف نودة شايف المسافة ما بينهم فنستريت دي يعني واسعة جدا فتشفط اي حاجة تشفط اي حاجة في وشك تشفط بكتيريا تعدي عادي عكس الفين المسافة ما بين خلايا دايقة فما يشفطش غير المية والحاجات اللي هو موليكولر ويت وبالتالي اللينف ده يا جماعة وظيفته ايه محطة صرف للخلايا يعني ايه محطة صرف يشفط يشفط ايه يشفط اي حاجة حجمها كبير بكترياية ايه مش حارف ايه جلايكو بروتين يعني اي حاجة متحوشة هنا حجمها كبير اي حاجة هاي موليكولر ويت تتصب على مين يا جماعة تتصب على اللينف واللمف ربنا عامل ايه قال طالما ربنا عامل ان دي محطة مجاري فأكيد لمؤخزة هيكون فيها مين قذرات تمام زي المجاري كده وبالتالي ربنا حاطت ما بين كل لمف يعني دي اسمها لمف دقت ما بين كل لمف دقت والتانية حاجة اسمها لمف نود عشان تشوف ايه المجاري الوحشة اللي جاية هل فيك بكتيريا يا مجاري فاللمف نود دي فيها خلايا باقية وتاقية وخلايا لمفوية تجهز عشان تموت البكتيريا قبل ما توصل لمين قبل ما توصل على محطة اللمف اللي بعدها فهمنا يا جماعة اللمف اول مرة انا اشوك الله اعلم ان فيه ناس اول مرة تفهم الكلام ده مش كده طيب وبالتالي اللمف نود دي اسمها اللمف نود ووظيفتها انها مين ترشح او تصفي او تاخد الحاجات اللي جاية في اللمف دقت اللي هي القناة بتاعت اللمف دي وتنظفها طيب والحاجات دي جات منين اصلا جاية من التشو طب والحاجات دي جات منين من التشو جاية من الارتري طب وليه لما الارتري زقها اللي هو قوة العشرة في قوة الزق ليه ما تشفطتش بقوة عشرة في الفين لأن الفين يعني ما مش هيشفط الحاجات الكبيرة دي يعني المسافة بين خلايا رفاعة فمش هيعرف يتشفط فاهمين؟ طيب تمام وبالتالي ربنا عمل محطة صرف اسمها الليمف طب السؤال هنا مش الحاجات اللي عدت دية يعني ممكن يعدي معها شوية مية ممكن يعني الليمف والحاجات دية بيشفط معها شوية مية يعني ما بتدخلش البكتيريا نشفة بتدخل مثلا بكتيريا والحاجات الهاي موليكولار ويت معها شوية بلازمة طب السؤال مش كده حصل فرق في البلازمة؟ حصل فرق في البلازمة جماعة؟ يعني مش كده حصل فرق في البلازمة يعني مثلا تعالي هنفترض أرقام عشان تفهم أكتر لو جاي في الأرتري مثلا يعني مثلا 2 نتر الـ 2 نتر دول راحوا تصفوا هنا ماشي اللي هما 2 نتر أدي 2 نتر هم طيب ايه اللي حصل؟ قالك والله رجع على الفين 1.5 لتر طب والنص لتر الفرق يعني مفروض 2 لتر نزلوا وريجع نص لتر تمام؟ من البلازمة قالك طب والنص لتر الفرق ده راح فين؟ قالك من نص لتر ده احتجز بمين؟ بالبكتيريا بالحاجات ودخل على اللمف ايه طب مش كده مشكلة؟ اه مشكلة قالك بس ربنا طبعا مش هيسيبوا المشكلة دي تحصلوا خلاص قالك كل محطات اللمف اللي في الجسم في الآخر هتروح تصب في الفين تاني يعني مثلا لو محطة اللمف دي شفطت نص تصب في انهي فين يا جماعة؟ عارفين اللي هو مين؟ السوب بيرول فينا كيفا مش فيه هنا مين؟ اللي هو الجاجلر فين وده اسمه ساب كليفين فين وده اسمه مين؟ الجاجلر فين يا جماعة مش كده الانترنال جاجلر فين فاهمين؟ ما بين الانترنال جاجلر فين والساب كليفين فين محطة اللمف الأساسية هتروح تيجي تصب في الحتة دي عارفين محطة اللمف دي؟ دي شفطة من كل اللمفاتك اللي في الجسم يعني مثلا النص لتر اللي فيضل ده يرجع تاني على الفين وبالتالي الفين وهو مودي للقلب هيكون مودي له ايه نص لتر من الليمف مثلا يعني انا ارقام دي عشوائية متحفظوهاش تمام ومثلا واحد ونص لتر اللي هم بتوع الفين اللي كان شفتهم من الاصل وبالتالي رجع للقلب كام؟ رجع للقلب اتنين لتر بس النص لتر ده رجع نظيف ما رجعش فيه بكتريا عشان ربنا احتجز احتجز البكتريات فين؟ في الليمف نود طيب افرض البكتريا ما ماتتش في الليمف نود كانت اقوى من الليمف نود رح تعدت على المحطة التانية تدخل على المحطة التالتة منت عندك على طول الليمفاتيك داكتس فيه ليمف نودس كده في النص تمام؟ طيب يا عم تعالى نفترض اسوأ الاحوال البكتريا وصلت لحد هنا يعني وصلت لحد محطة الصرف الأخيرة يعني عدت من كل الليمف نود ودخلت في الاخر الليمين للدم في الحالة دي نقوله انه حصل توكسيميا مش كده يا جماعة في الاحالة دي نقوله اللي حصل توكسيميا ولو طلع التوكسين او في بكتريا نقوله حصل سيبتسيميا مش كده يبقى ايه التوكسيميا او السيبتسيميا توكسيميا يعني البكتريا طلعت التوكسين بتاعها في الدم يعني هي مثلا في جي اي تي وصبت التوكسين في الدم لكن سيبتسيميا معناها في بكتريا في الدم زي دي التوكسين طب السؤال التوكسين مفهوم ممكن توديه عن طريق الدم لكن زي البكتيريا دخلت الدم ده معناها أنها قوية جدا لدرجة أنها لما دخلت التشو الليمفلود ما قدرتش عليها ووصلت عن طريق مين عن طريق الليمفاتك دقتل أساسية لحد الدم تاني فده مصطلح السبتسينيا الله الله على الحاجات الأول مرة نفهمها إيه رأيكم جماعة فاهميك كمان ما نقوله لا لا طب هل شرط بكتيريا لا مش شرط بكتيريا ممكن اللي هو بالبلد يا جماعة المجاري لمؤاخذة يا جماعة تمام المجاري تمام المجاري يا دكاترة تمام مجاري ليبقى الليمف ده اللي هو المجاري فاهمناها جماعة طيب تمام وفي الآخر هتصب في مين في الآخر هتصب باردو في bin في الفين هل دي بس الوظيفة بتاع운 الليمف والله ليه وظيفة تانية خدناها في سنة تانية اللي هي بتاعة الدهون يعني بتساعد على متقصص الفاتي أسيد حد فاكر الفاتي أسيد كان بيعمل كورة كده اسمها الكايلي مايكرون يلف حواليها كده عشان يعديها من الدم ويوصلها للكبد فكانت بتدخل عن طريق الليمف واللمف برضو يوديها فكنين الكلام ده فكان فيه حاجة كنت اسمها مين كايلي مايكرون اللي هي بتاعت الكوليستيرو اللي جامع ال HDL وال LDL حد فكروا الدرس ده شرحته في السنتر في سنة تانية ماشي بتاع اللي هو بتاع القلب الكارديوفاسكول اللي هو البيوكيميستري ما علينا الكايلي مايكرون HDL وال LDL الكايلي مايكرون ده برضو بيمتص عن طريق الليمف فممكن تقول ان الكايلي مايكرون ده برضو دي من ضمنه ضيف الليمف تمام طيب الثوال هنا لو فشلت المناعة انها تموت يعني لو فشلت المناعة هو هيدخل بكتيريا لو مثلا هفترض ان ال High Molecular Weight اللي دخل ده بكتيريا لو البكتيريا دي ادخلت جوه جماعا تمام البكتيريا دي اول ما تدخل جوه اللي يحصل ممكن تبدأ تعمل التهابات في المين في الليمف فيسل تعمل التهابات في مين في الليمف فيسل البكتيريا فهذا لم تكن إنتبه التهومان في الليمف فيسيل يسمونها لمف أنجايتس كلمة أنجيو معناه وعاء دموي كشب أنجايتس لسمها لمف أنجايتس إنتبه التهومان participار وبأن البكتيريا اكتصرت thenossen ٌ خلايا مناعية! لو الخلايا المناعية الدم موتة البكتيريات فخلاص! كده موتة البكترييميا لو البكترييا قومت المناع بتاعت الدم فبياسمها سيبتي سيميا يعني ايه تعريف! سيبتي سيميا أن البكترييا قومت المناعة اللي في الدم و كمان تكثرت جواها و طلاعت سم جواها يبق يبقى داس و risk if you turned from lymph view keep devoting rocks to your bladder لو المناعة اللي في الدم مقدرش برضو تموتها تعمل سبتي سيميا اللي هي البكتيريا بدأت تتكسر في الدم وتتخذ الدم كمزرعة كده ليها تفهمين الفكرة جماعة؟ فده بساطة شديدة تعريف اللمف طب ما تيجي نطلع شوية MCQات من الكلام ده او مش MCQات هو مش اسأل في الحاجات دي انا هقولك شوية حاجات هتفيدك عموما يعني بص كده يعني هنلعب ألعاب او هقولك يعني هفهمك خبايا كنت اول مرة تفهمها ان شاء الله يعني معايا تمام ولو متأكد ان معظمك اول مرة يفهمها تمام من الشرح البسيط اللي انا قلته دا تمام يعني مثلا تتوقع ايه علقته بالكلام اللي انا شرحته والله طبعا يعني قوة الضغطة عند الوريد زادت ازاي زادت يا دكتور ما هو هارت فهليار؟ معناها الدم اللي هو المفروض يرجع من الفين للقلب مش عارف يرجع ففضل متحوش فاهميني؟ فقوة الضغط عند الوريد زادت اللي هي قوة الضغط اللي كانت بـ 25 ولا بـ 15 بـ 15 فلما يجيله هارت فيليار قوة الضغط عند الوريد تبقى مثلاً بـ 20 تبقى بـ 25 وهكذا ليه؟ لأن الدم عمال يتراكم فالمية اللي جوة الفين كترت عشان مش عارف يرجع تاني للقلب فاهمينها؟ فلما المية اللي جوة الفين كترت اللي هو الدم وبالتالي قوة الـ 15 بقت 20 بقت 30 الله ده بدأ بدل ما يبدأ يشفط بالضبط هيبدأ يزق لما القوة تعدي قوة الأزموتك تبقى أكبر الـ 25 فاهميني يا جماعة والاكلام صعب عليكم كلام سهل خالص تمام؟ يعني دلوقتي قوة الشفط على الوريد قلت وقوة الضغط على الوريد زادت مش كده اللي ايه اللي هو الفين وبالتالي المية تفضل مترقمة في مين يا جماعة في التشو تطع من الأرتري وتفضل مترقمة في مين؟ في التشو مش عارفة تتشوف التاني على الفين وبالتالي لما المية تترقم في التشو كنا بنسميه اي دا؟ إديمة حلو يعني الهارت فيلير عشان كده يقولك أن الهارت فيلير بيعمل إديمة مش كده؟ ليه؟ عشان الأورثوستاتيك في الفين كتر زاد مش كده يا جماعة ولا ايه؟ بس مش دي المفاجأة المفاجأة كنا بيقوللك زمان دايما أن الإديمة نوعين بيتنج يعني لما تدس عليها تطفعس كده وظنوا كلنا شفناها بقى في الراوندات ونون بيتنج يعني لما تدس عليها كده ما تعملش ما تسيبش أثر على صبعك تمام؟ أظن كلكم عارفين المعلومة دي السؤال قبل ما أقولك حوار إيه علاقة البيتنج والنون بيتنج بينا دلوقتي هل المية دي اللي هي فضلت تترقمت في الخلايا وعملت إديمة نتيجة الهارت فيلير هل المية دي يا جماعة نضيفة؟ وعلا مية لما أكذا مش نضيفة وسخة يعني؟ لا، مياة نضيفة تمام لكن المية طب هذا يقول لي ليه المية نضيفة؟ هقولك مالبلّار مفتوحةx اللمفة زي الفل يعني اللمفة شغال يصفي الأرف والهوامين والبكتيريا والحاجات اللي هي مش نضيفة وبالتالي اللي فضل متراكم هنا مية نضيفة البكتيريات و الحاجات الوهشة دي الحاجات التخينة و التئيلة دي شانفتت في اللمفه اللمفي شغال عادي مرش علاقة بالهارت فيليار تمام لكن المية الفضلتان مية نظيفة وبالتالي انت لما تدوس على التشو انت بتدوس على مية نظيفة اللي هي يعني مية نظيفة يعني مية مش لازجة بتدوس على مية تمام لما تدوس على مية ايه اللي يحصل يا جماعة تلاقي المية ايه اللي يحصل لها ده كترة تهرب من تحت ايدك يعني تلاقي المية انت اول ما تدوس كده بصابعك كده اهو فتلاقي ان المية تفضل تهرب كده من تحت ايدك فلما تهرب من تحت ايدك تلاقي النسابة مكانها اثر وبالتالي عشان كده يقولك ان في الهارت فاليور بيحصل حاجة اسمها بيتنج ايديمة اه يعني يا دكتور انت عاوز توصل ان البيتنج ايديمة نتيجة الفين بالزبط كده لكن تخيل معايا دلوقتي ده كاترة ان حصل ايديمة بسبب الليمث نود اوبستركشن يعني لو حصل حاجة سدت الليمفاتك لو حصلت حاجة جماعة سدت الليمف لو في حاجة سدت الليمف فإن لي يحصل والله المية بتتشفط عادي المية بتتشفط عادي في الفين ملهوش علاقة لكن لما اخذ القذرات والحاجات اللي مش نضيفة دي بكتيريا بقى جلايكوبروتين خلايا ميتة فضلت متركمة هنا طب ما برضو ده يعمل لك ايديمة مش صح كده ولا لا لكن تدوس عليها مش بتطفعص ليه لان دي حاجة مين تخينة كده لازجة كلكيع تحت ايدك حد فهم يا جماعة بقول ايه فده اللي بيسموه يعني بسبب الفينوس اوبستركشن لكن لو الليمف فين اللي تسد الليمف فيسل قصد اللي تسد الليمف فيسل في حاجات هاي موليكولار ويت اللي هي الحاجات المجاري صح كده جماعة المجاري اللي تسدت اللي هو لو مؤخذة لو المجاري اللي تسدت يعني انه هو مش عارف اقول اشابها لكم ازاي بس لو محطت المجاري اللي تسدت بره فالله هو الحمام مش فهمين قصدي مش هيحصل له صرف لما تدوسه على الزرار تمام فنحس الفكرة هنا تمام يا جماعة فاليه اللي يحصل اللي يحصل ان هنا يحصل النون بيتنج اديمة النون بيتنج اديمة دي سببها ايه سببها الليمف النون بيتنج اديمة سببها بفلويد في هاي موليكولار ويت تمام والنون بيتنج اديمة دي ممكن تقلي في الاخر بمين بفايبروزيس بتحصل له فايبروزيس تمام يا جماعة وقلتلك ان الليمف نود كلها بتاعت الجسم بتتجمع في مين في كده في الليمف داقت كبيرة كده الليمف داقت الكبيرة دي يعني كانوا بيسموها زمان السوراسيك داقت يعني كانوا بيسموها لو حابب تعرف اللي هي محطة التصريف الأساسية اسمها السوراسيك دكت تمام وتروح تفتح فين؟ تروح تفتح في مين يا جماعة؟ في الفين تمام؟ طيب وبالتالي التصريف من الدم يعني أصلاً الحاجات دي جاءة من الدم راح تعلم في رجعت للدم تاني يبقى من الدم للدم مخسرناش حاجة تمام؟ طيب يبقى كده هزن أول مرة تفهموا إيه سبب البيتنج دي موقع ليه اسمها هنا بيتنج وبيتنج حاجات يعني نوعاً ما مهمة ومحتاجة تعرفها بيتنج بسبب ان دي مية نظيفة فتدس عليها تروح المية هربت تحت إيدك ده الكلام اللي انت عارف طب ليه بقى؟ لأن سببها فينس لكن نظر البيتنج سببها مين؟ سببها ليمفاتيك تمام يا جماعة؟ طيب طيب فلما نيجي نشوف الحوار ليمفاتيك سيستم يعني ده البيديف بتاع الكلية يعني هو مش كاتبين حاجات سيادة يعني ليمفاتيك في كابيلاريز في فيسلز في ترونك في ضقت كده اللي هو في الآخر يعني تمام؟ طيب هو تزلم في نفس الكلام اللي قلناه ماشي؟ ده الكلام برضو اللي احنا شرحناه ميفوش حاجة جديدة يعني أنا بس جاء من البيديف لأن الدكتور قال يعني مش مهمة زيادات المكتوب في كتاب الأصر فانا مشوف ايه الحاجات اللي في بديف يعني ايه المميز فيه يعني فاهمين؟ ووظيف الليمفي يعني اهو بيعملها جماعة بيـ بيـ دي الكلام اللي احنا قلناها مش كده بيريتيرن اتتو فينس بيرجعها للفينوس بيحافظ على حجم الدم اللي هو مثلا اللي عشرين في المية الفضلين من الدم تمانين في المية قلنا مثلا وعشرين في المية اللي هو بيحصل لهم ترسيب مش كده فبيمضصهم تاني بيمنع اللي هو مين الانتستشار في لويد ان هو يزداد ان هو يعمل اديمة ماشي بيبينقل الدهون تبقى يا جماعة وينقل حاجة اسمها اللاكتلز اللي هي حاجات الدهون يعني ويوصلها برضو للمفاتيك فيسلز وبعد كده يوصلها للدم الكلام ده كله قلنا لها دور في المناعة قلنا لها الماخ ده كله قلناه ماشي طيب فيه مفي سل كابلا لترنك ماشي confirm ده كله مفيش حاجة صعبة يعني تمام طيب تعالى بقى نتقلم عن حاجة تعليengine على حاجة تعالى مع الحاجة يعني هنا اللاكتلز دي اللي هي الشعيرة اللي هي اللاللمفاتيك فيسلز اللي هي بتمتص الدهون المعجو де في الانتستين تمام اهو اللي قولنا بتعملها حالحاشج لا حاجة اسمها كاي لي او كاي لي مايكران تمام طيب اسمها اللاكتلز يعني هي مسؤول عن متص الدهون طيب بصراحة ربنا يعني في كتاب كتاب القصر مزود جامد في الحتة دي وكتب لك مش عارف اللي هو مين اللين فاتيك درينج مش عارف بتاع اللين في نود اللي في الرجل يعني مش هقول لك مين تحفظهم مش ولكن قرأهم ولكن انا على نفسي بصراحة انا مش هشرحهم عشان سببين هيخد وقت كتير جدا ومش مهم من تاني حاجة عشان قالونا كله انوى نفس زيان في المحاضر دي بالibi microf تمام فاينروا في كتاب القصر يعني انا عايزين لهم فيديو الوحد يا جماعة عشان اشرحهم بصراحة اللي هو المفاتي اتراه لوني بتاع الجسم تمام ولكن انهيقول لك على الحاجات الكبينتس اللي هي موجودة في كتاب القصر وموجودة في البدائية الف اللي نزل تمام والباقي يروي يعني اللي هو المفاتي اتراه لنجي بتاع الجسم فاصلين مش عارف اشرح ايه في يعني كله كله كلام فالهو حاجات كت جدا كده وما اظنوش يعني مهمة. تعال كده نعمل مين زي حاجة مختصرة كده لكل الكلام اللي احنا عاوزين نعرفه اللي هو يعني زي حاجة مشتركة كده من كتاب الاصر والبي دي اف عشان نفهم بس مين الحاجات المهمة اللي ممكن. لو هيسأل عنهم يسأل عنهم في الامتحان ان شاء الله. تمام? لو هنرسم رأس مبساطة للجسم اهو يا جماعة تمام? نرسم رأس مبساطة لمين للجسم? قدي لو هنجي نبص الليمفنود اللي هي محطة صرف يعني الليمفنود مثلا بتاع الحتة دي بيودي فين فهمني؟ دي الفكرة. قال لك كل الجزء السفلي من الجسم يعني لو هنقول مسلا مين يا جماعة قدي الصرة مسلا اهي قدي الصرة مسلا اهي تمام? الحاجات كلها اللي تحت مستوى الصرة تمام? اللي هو ايه عندك عندك الرجل اللوار لمب مثلا تمام عندك اللوار لمب الليمفنود اللي في اللوار لمب ودي عندك الليمف فيزلز اللي قلنا عليهم قدي الليمفنود تمام المسلا اللي فى اله انتستينال المفنود والله و اللحى في الاهشا و الهانتستين والانتستينال الليمفنود دول المحطات الكبرى. يعني تلاقي مسلا اللامبر الليمفنود واخدها من حاجة اسمها الانجوينال ليمفنود. والانجوينال ليمفنود واخدها لك من الرجل. فاهمني? وبالتالي لو حد مسلا اتعور في رجله ودخلت بكترية رائع فيه التهابات مسلا او تورم في الانجوينال ليمفنود. وده ممكن يدخلك في الديفرينشال دياجنوز اسمها الهرنية. فاهمين الفكرة? المهم. المهم انا بتكلم عن محطات الصرف الرئيسية اللي هي الحاجات الاخيرة اللي هو الفاينال ستيج ماشى? من ده? دة حاجة اسمها لمبر لمفنود? لمبر لمفنود. وعندك ابدومنال لمفنود. عندك اتنين لمبر وتنين ابدومنال. قالك هم الاتنين دولة جماع rates واتحدوا مع بعض. ويقوموا لك حاجة كده كبيرة اسمه الكيس. الكيس يا جماع؟ الكيس اللي في الاه اللي فيه الليمف. سيستيرنا كايلي. سيست يعني كيس. سيست. كايلي يعني Fergusonية جماعة حتى لو قولنا من شوية كايلي الاي كرن مش كده بتاعت اللي هو ايه اللي هو الجزء بتاعت الدهون المهم المايكرون ده يطلع ليفوق هو موجود عن نحيا مين الليفت Chelsea جماعة انه هو موجود عن نحيا الليفت يطلع ويصب بقى زي ما قلت لك فوء اللي هو يكون لك اللي بيصب مبين الانترنال者 جايل farm وما بين السبكليفيان حد فاكر انك قلته من شوية ڤبالتالي ده اللي جايب من السستيرنا كايلي ده في ناحيا الليفت طب اما هذه هذه الانس المؤديل والس occurrence عائل attack وليست من that من السراصيك في السراصيك داكت في العarma ال Martin العثور المن ordered وعندما سيتاح عنographical The Aquatic male subclavian andlardan questo分 أيضا اذا قمنا ال renỏ أنه الخامس قال لك والله بص كده احنا كده بيعملوا برضو صورة كده كانوا زمان بيقولهننا في الاصحافة انهم يقسموه في الجسم بالشكل ده يعني اقول لك ادى بالشكل ده. حد فيكości الرسمة ديه جماعة مست correspond وباقي الجسم بالشكل يعني يعني باقي الجسم من ناحية Bom eye CdA والمربع ده ان انا عملته ده جزء ثاني في الليم فنود. قال لك ازاي? قال لك ادى ادى داخل المربع. تمام. وايه ثاني، ادى رباق upper limb تمام قال لك دول بيصبوا جماعة فين بقى? يقال لك فيه والله بيصبوا في في الا في الريت جاجولر لنفترانك الريت جاجولار لمفترانك وبرضه الريت جاجولار لينفترانك كده بيصب فين نفس اللي كان بيصب فين مكان هساright يعني برضو هتلاقيه بيصب بما بين ال俺front. بس 가방ية انسانية ال me night. تمام ينجد طعب عنك subkвет and la mommy in animate. تمام تمام. هذي الرسمة اللا انا ماها دي بيتريسيف الليمف من الواقع من الى ANXA ومن الواقع ومن الواقع او نحن الأخضر متعلم كله بالاخضر تمام طيب تمام ويستعمل لك ام канал اهم هذا الرائد من الله يبقى الرائد 발عي الريفجاء أهو تمام مش قلت لك اللي هو اللامبر في اللمبر اللمبر والابدوميناء اللي يعمل له adolescence اللي بتصب بالanned الناحية الدافت وبالتالي دي جايبة منين? جايبة من كل الجزء الاصفر لكن الرايت اليمفاتيك دكت جايبة من الجزء الاخضر. فاهميني يا جماعة? الدافت بتدرين من 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 الابدومينال عشان هي تمام؟؟ من الدافت والافت والافت و وكلام واضح. مش كده؟ عزون الكلام ان شاء الله واضح. تمام؟ لو جينا نبص عليه كده. دي هيدة كثرة. هل شايفين دي؟ هاهو الكيس بتاع الدافتهم اسمه طالع طالع ده شايفين المطالع ده جماعة اسمه ده الخط الاحمر المعمول ده اهو بصوا بيصب فين ما بين الصاب كليفيان وما بين الانترنا بيصوب كده بكده ما بينهم اما الايه دهあ ده الر MIT ده ال مفاتيج دا يعني ده ماسموش صوراسيج دا igущ agrees اسمهощ اسمواBy it significantly لكن بتاع الليفت اسمه صوراسيج دا 전에 اللي طلع تعليه ميزتي ستيرنا كايلي يبقى الجزء الاخضر ده بيیاهم الدرينيج من worked صوراستيج داكت او ال ريت bird muerte assessments لمحن كنت نتضغطاً مفتاً لكن هذا الرسل من غير الرفتي يتطلق على الرفتي الذي جاء من السسترنا كايلي كيف حمناها؟ حسناً قال لك بعد ذلك أن المفاتيك فيسيلز كنا نكتب فيه؟ قال لك أن المفاتيك فيسيلز منها نوعين نوع سوبرفيشيال الموجود في الجلد من برا ونوع ديب نوع سوبرفيشيال ونوع ديب النوع السوبرفيشيال أو يسمونها أحياناً نئيبي فاشيا موجود فوق الفاشيا السوبرفيشيال المفنود ينبغει ان الليمفنود السوبرفيشيال بيتق language أو يد compartillä أو يعمل kinadxn يعني النوع السوبرفيشيال يكون Luke and Neil أو يدعون خاصة عليها وبعد ذلك يـ يدعون الم respectful أما النوع deep يكون больш set dengan وهذا شكرا لأن the artery is deep and the veinsin superficial فأكد d between phFrestein أو donymphatic vessels او اول حاجة عددها اقل. ليه عددها اقل? ربنا خلى الليمفنود عدده اكتر في الجلد لان ده المعرض للاصابة. معرض انه تعور معرض انه يحصل له بكتيريا. فعشان كده ربنا عامل مين? سوبرفيشيال في آآ سوبرفيشيال ليمفنودز اللي هي ماشية مع الفين اكتر. لكن ديب دي عددها اقل شوية. وبالتاني ديب ليمفاتيك فيسلز دي عددها اقل. تمام? بتكون في الماسكولوسكتلا بختارة وتكون ماشية مع مين? ماشية مع ديب بلود فيسلز تمام. الدب بلود فيسلز اللي هما الارتريز. ماشية اكتر. طيب تمام? قال لك السوبرفيشيال بقى السوبرفيشيال ليمفاتيك. قال لك بيكونوا محتوطين في مجموعتين. هما كتر في عندي مجموعة من الليمفنود مش سلط السوبرفيشيال. مجموعة الليمفنود عموما. يعني بيكونوا موجودين في مجموات في مجموات اسموهم.地 فجرking يعني مجموعات طولية بالشكل ده وفي مجموعات اللي هي عبارة عن مين هوريزونتال أو مش هوريزونتال مجموعات عادية كده اللي هو مين كاترة مجموعات vertical ومجموعات عاملية لشكل مين كاروي كده يعني زي بتاعة الانجواين الليمفنود دي سوبرفيش الانجواين الليمفنود دي ده كاترة هتلاقيها مالها هتلاقيها vertical group عشان ماشيين بالشكل ده هتلاقي بتاعة الانجواين الليمفنود موجودين بvertical group بالشكل ده هل ترون؟ بتوع الانجوينال لامفنود لكن مثلاً حاجة تانية مثلاً زي مين بتوع النك؟ تلاقيهم موجودين في شكل دائري سيركيلر جروب فاللمفنود بتكون موجودة في شكل فرتيكال وموجودة في شكل دواير كده طب ايه مثال على شكل فرتيكال اللي هو السوبرفيشال انجوينال لامفنود فاهميني؟ طيب تمام في عندي برضو مثلاً مين؟ حتة البوبليتيال عارفين منطقة جات كاترة بتاعت البوبليتيال البوبليتيال دي حتة هذه اللي هي مين؟ اللي هي وراء الركبة يعني الركبة عندنا بتاعتنا اهي؟ій المزلاء اللي هي النيه الني انا بتاعتنا gio فعل الجزء هاي اتعتناcie هنو ب logo وبالتالي قدي الرقبة هي الجزء هاي مزلار اللي هو وراء الركبة من وراء في الرجل منحال اسمه مين؟ فمثلاً الحوار مثلاً scoop المفاتك مثلا في البوبليتيال. تمام? بتوصل على مين? على يعني عندي سوبرفيشل وعندي ديب انجواينل لامفينود. فاهميني الفكرة وهكذا. زي مجرد محطة. طيب هي كترة. انا عندي اللامفينود بتاعت الجسم بتكون متوزعة في اماكن معينة. يعني اللامفينود بتكون موجودة في. يعني هنا طبعا احنا عارفين اللامفينود زي ما قلت لكم شوية موجودة في كل الجسم. تمام? لكن كده في مجموعات من اللامفينود بتكون متركزة او متجمعة في حتة معينة. يعني مثلا منطقة النك دي من ضمن المناطق اللي فيها للمفنود كتير. تمام? منطقة الأجزلة. منطقة تحت الـ Under Army يعني تمام? دي برضو منطقة فيها للمفنود كتير تمام? منطقة الانجواينال زي ما ليسا أعيلك من شويه. الانجواينال الليمفنود. تمام? اللي كانت بتروح بتدرين من الابدومينال واللمبر تمام? اللي عندك بعد كده مين اللي هو الليمفنود موجودة في البلفس. موجودة في الثوركس وهكذا تمام؟ طيب أنا مش هسهب فيهم يعني أنت تقدر تقرأهم من كتاب الأصر لأن كده كده قالوا إنه مصدرنا في المحاضرة دية من البي دي اف لكن أنا هشرح بس جزء واحد منهم اللي هو بتاع النيك لمفنود لأن ده مهمه في محاضرة تانية يعني هو مهم إحوار الليفلز ده بتاع مين الليمفنود بتاعت النيك تمام يا جماعة؟ طيب فأنا دلوقتي هتكلم عن مين؟ عن توزيعة الأناتومي بتاعة النيك لمفنود تمام؟ مع العلم إنها مش موجودة في البي دي اف اللي قالوا هيجي منهم الامتحان ولكن أنا بشرح الاحتياط يعني وقالناها إيه؟ زكرافهم حضرة تانية في الكلية يعني تمام؟ طيب فأحنا خدها بالمرة النيك لمفنود يا جماعة إيه بقى حوار النيك لمفنود؟ قال لك والله العقد الليمفوية الموجودة في الرقبة في النيك تمام؟ قال لك عبارة عن مجموعتين تمام؟ المجموعة الأولى اسمها المجموعة التانية اسمها آه ده أنا لسه قيل الكلام ده من شوية مش كده لسه قيل ان النيمفنود بتكون مترتب أحياناً يا فشكل سيركيلر يا فشكل مين؟ يا فشكل فيرتكال تمام؟ طيب قال لك المجموعة الأولى يبقى نكتب كده مثلاً أنت عندك مجموعتين المجموعة الأولى جماعة بيسموها سيركيلر كونسنترك أو سيركيلر يعني عملت داوير تمام؟ كونسنترك يعني داوير داوير كده إيه؟ داوزين حلزون كده دا معنا كونسنترك تمام؟ سيركيلر اي تشين أو سيركيلر والمجموعة الثانية بتكون مالها ده كاترة بتكون vertical طيب كويس خالص قالك مين هما circular ومين هما vertical للأسف رخمين شوية فمعلش نحفظهم مع بعض circular سهلين vertical اللي هما مش أحسن حاجة يعني تمام قالك أول مجموعة من circular موجودة فين ده كاترة circular موجودين في الماوس يعني أول حاجة موجودين في الماوس طيب سهلين قالك أول مجموعة موجودين على مين على الفرنجية على اللوز أنا عندي بصراحة اللي هي التونسلز اللي هي اللوز اللي هي الأطفال بعملوا عملية ويشيلوها وفيه حاجة تنا فيسمها فرينجيل تونسلز وفيه حاجة اسمها أدينو conduciverse فالمهم أنا عندي أيها التونسل ده عبارة عني ده كاترة عبارة عن عقدة لمفوية آآ يعني دلوقتي انت عاوز تقول لي ان العقدة اللوز اللي هي في البقء دي اللي هي اللوز يعني اللوز دي ده كترinha أصلا دي عقدةミفوية آآ يا ده كترة اللوز دي عبارة عن مين عبارة عن مين مجموعة من الليمفي نوت او يعني عقدة لنفوية بس مترتبة لنفنود مترتبة في شكل سيركيلر مش كده؟ يعني اللوز مش عامة كده جماعة اللوز مش عبارة عن دايرة بالشكل ده في البق حد طبعا كلكم عارفون اللوز تمام؟ انا عملتها انا صغير وشلتها تمام؟ فلدلوقتي عندي مناعة اقل منكم ماشي؟ والمهم دلوقتي مين جماعة؟ المناعة دلوقتي اللي هو عبارة عن مين؟ اللوز فأكيد دول من ضمن مين؟ سيركيلر تشين فخلاص مش محتاجها شرح فدول يعتبر مين اللي موجودين في التونسنز في اللوز كلام سهل مش كده؟ موجودين برضو على الباكوف طنغ اللي هو مين؟ خلف اللسان يعني انت برضو حتى لو انست في متاعنا افتكر ان دول مين لنفس المكان قدي اللسانه برضو هتلاقيهم في مين فيه برضو سيركيلر تشين موجودين على الباكوفز طنغ ده كله سيركيلر تشين يعني عقد انفوية ترتبة بشكل دائري خلاص انا مش محتاجة شرح دول سهلين تمام؟ قالك فيه برضو المفويد موجود على الفارنكس ودول اللي هم على الادينويد بقى ما انا بقولك ان فيه حاجة اسمها ادينويد تونسل في اللوز العادية اللي عارفينها وفيه فارنجيال تونسل اللي هم الادينويد تونسل وفيه تونسلز فيه فارنجيال تونسلز وفيه ادينويد تونسل يا جماعة تمام؟ الادينويد تونسلز دول موجودين على الفارنكس برضو من جوه برضو اكيد شكلهم مدور اه يعني كل دول يا جماعة شكلهم مين سيركيلر ديما في نوت سيركيلر انا والله مش عازك تعرف بسجر اسمهم لحسة نسألك عنهم في المسي كيو تمام؟ دول كلهم موجودين فين جوه البق؟ والله على اللوز جوه البق مش كده؟ في الانر سايد اوف زا طنج جوه البق على الفارنكس جوه فهمين الفكرة؟ فدول اللي هما مين؟ السيركولار تشين طيب مين اللي هما؟ فدول اعتبروا بيسموهم حتى انر تشين يعني موجودين من جوه يعني دول السيركولار اللي موجودين من جوه فيه بقى اوتر تشين موجودين فين اوتر؟ قالك لا دول موجودين من برة موجودين مثلا فين من برة مثلا 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 قالك موجودين مثلا في النك حوالين المانديبل يعني حوالين المانديبل كده يعني احنا فين ادي المانديبل ها جماعة؟ طيب ماشي ادي المانديبل ماشي اهو اعتبر ان ده المانديبل ها دفك السوف لي مثلا ماشي ودي الشرفة بتاعته تمام؟ قدي قالك فيه والله مجموعة كده من الليم في نود موجودين في الحتة دي فدول يعتبروا اوتر طبعا كلنا عارفينهم دول لو حد مثلا بيلته بسنة ولا حاجة لايهم كبروا فدول يعتبروا سيركولر بس أوتر تشين برضو دول سيركولر تمام قالك فيه ساب منديبلر تحت المانديبل اه الساب منديبلر دول كونسنتريك هو بس عايزك تعرف ان فيه دول شكلهم دائري مش اكتر اللي على الباروتد اه في الباروتد يعني بص كده هقولك على طريق سهلة تمام اللي على الباروتد البستيريور أوريكولر اللي ورا الودن تمام اهو اللي ورا الودن في الحتة دي منطقة الاكسبيتل اللي هي بتاعتي الراسه جماعة تمام منطقة الاكسبيتل اللي هي هنا تمام الاكسبيتل تمام هل تلاقيها في الراسك من ورا كده عارفيني مثلا دي تلاقيها بتكبر مثلا في الاطفال واحادى ان السيركولر اش crazIES وبنتكrir دائري مترتبين بشكل دائري بالشكل دائري تمام قالك في مجموعة موجودين من جوي موجودة كلهم عند منطقة التونسلز يعني مين عند الادينويد تونسلز عند الفارينجيال تونسلز في ال back of the mouth طيب تمام؟ قال لك والله وفي مجموعة تانية back of the tongue anterior وقال لك والله في مجموعة تانية موجودة بقى مين؟ قريبة من بره من السطح بتاع الجسم تحت المانديبل تحت الغدة الساب منديبلر قدام البروتيد وورا البروتيد اللي هي البروتيد لينفينود وورا البروتيد اللي هي البستيريو أوريكلر وفيه عند الأكسبيتال تمام؟ فالتمكن تفتكيرهم من الرسمة دي حتى يعني حتى مش محتاجة والله حفظ ولا حاجة يعني تمام؟ دول المجموعة السيركلي خلصنا منهم سهلين المشكلة بقى في المجموعة البروتيد اللي هما مترتبين بشكل طولي مش شكل دائري طيب بص يا جماعة لسمة سريعة عملتها قدي عندك مين دا كاترة؟ والله ده الانترنال جاجلر فين عارفينه شرحناه في الأناتوم بتاع السيرويدة قبل كده وده اللي هو الساب كليفين فين مش كده يا جماعة? بيتحدوا مع بعض في الانومنت ويديني هما الاتنين مين سببير وروفينا كيفا تمام؟ برضو ده الصب كليفين فين ويديني سببير وروفينا كيفا تمام؟ وده الانترنال جاجلر فين وهما برضو يدوني الانومنت وانومنت وصبك... ودي السيرويد ماشي وده السيرويد كارتريج ودي الهايودبول وهكذا تمام؟ طيب قال لك والله في مجموعة في المنطقة دي دي اكتر منطقة هتلاقي في مين؟ مجموعة لهم الـ . طيب دي مثالة عليهم يعني انا بس انا بحب اشرح بالرسمي يعني محب اشرح وخلاص. قالك والله هتلايه مثلا المجموعة فيرتيكال قدام اللارينكس. مش مش هدي السيرويد اهي؟ نايمة على الـ مش كده. قالك ففي مجموعة اسمها بري قدام لارينجيال ليمفنود. مش كده يا جماعة ففي بري لارينجيال ليمفنود مترتبة بشكل الـ هوا. شايف كده? بري لارينجيال ليمفنود اهي حتى لو حد فاكر كنا بنسميها الـ 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 شرحناها في الثيرويدة دا كاترة مش كده كنا بنسميها الـ مش كده فـ 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 بص على الشكل يا جماعة بتاعها أنا بفرق الرسم خلاص خلاص الموضوع تمام؟ وفيه برضو ما هو الـ هتلاقيها مكملة تحت مع الـ يعني دي اللارنكسة هي وبعد كده التركية برضو فيه بريتراكيل واتلاقي في مين كلهم بيعملوا درين لبعض يا جماعة برضو فيه بريتراكيل هي في الحتة دي وبالتالي البري لارنجل وبريتراكيل كنا بنسميهم دلفيا اللينفينود دولوا يعتبروا من المجموعات الـ فاهمين يا جماعة؟ اهو أدي البري لارنجل واد البريتراكيل وهكذا مش كده ولا هي؟ ده بري لارنجل وبريتراكيل أدي قدام اللارنكس هي وتحت شوية هتلاقي التركية همش عرفين التركية ده تمام؟ فدول يعتبروا من المجموعات مين المجموعات؟ اللي همп تمام؟ طيب فيه مجموعة تانية ده كاترة اسمها بارا تراكية الليمفنود تمام يعني فيه بري تراكية الليمفنود قدام التراكية وفيه مجموعة بعد كده اللي هي اللي قدامهم شوية تلاقي البارا تراكية الليمفنود يعني البارا تراكية لتقيها ايها طلعت قدام شوية بس مش عارف عاملها عشان سري دي يعني قدي بص كده عاملها لك بالجنب عشان تفهمني بص كده عشان مش عارف تتفهموني ولا لا لو عملت التراكية بالجنب كده قدي التراكية أهي وقدي مثلا ان هو سيرنجز الحلقات الغضروفية الموجودة على التراكية وفي الآخر تتوزع التراكية تتقسم كده مين للبرونكاي مش كده طيب بصوا كده قالك في مجموعة كده اسمها مين هنا بري تراكية الليمفنود أهي مجموعة تراكية الليمفنود وهكذا قالك وبيضح في حاجة اسمها بارة تراكية الليمفنود يعني موازية لها كلمة بارة معنىها موازي أو مجاور تمام وكذا. طيب تمام. قالك هما دول المجموعات الـ كويس خالص. قالك فيه تاني مجموعات الـ قالك آه دول المجموعات اللي في النص يعني 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 يعتبره في قالك فيه مجموعات على مين؟ على يعني على مين عنده قريب من كده. فاهمين الفكرة؟ كلام كانتهم يكلوا جماعة. قدي قريب من الجغلر فيين ده يعتبر lateral شوية. لكن في النص البريتراكية للبقية. كشر كلام سهل جدا بالرسمة. مش كده عنا شايفة هوا حتى مش محتاج توضيح ولا شرح حتى من كتر من الرسمة والحى إن شاء الله تمام. قالك ففيه مجموعة متراتبين حوالين مين؟ الجغلر فين يا جماعة. مش ده الجغلر فين هو الانترنا الجغلر فين. طبعاً احنا شرحناه. تمام قولنا انترنا الجغلر فين. قالك في مجموعة كده متراتبين حوالي طب vertical ولا circular؟ يا رجل يعيب عليك يعني زي هيعملوا circular حوالين هو ده لواز؟ لا طبعا هتلاقيهم بالطول فانت مجرد ما أخدت رسمت رسمة كده كروكي معايا والله ما هتتلخبط من circular وال vertical أبدا قادي بص مين دول يا جماعة دول اسمهم اللي هما lateral group المجموعة lateral موجودين فين حوالين jugler فبيسموهم بص بص هو اسم سهل جدا بيسموه بالعربي السلسلة jugler jugler shain طبعا كلمة jugler معناها الشور الوريدي الوداجي تمام تقريبا يعني تمام في اسمه ايه السلسلة الوداجية اه ما علينا بالاسم العربي فبص المهم دول شايف دول يا جماعة مترتبين برضو vertical طولية بشكل طولي حوالين مين الججلر فين حوالين الججلر فين حوالين الججلر فين حوالين الججلر فين شايفين يا جماعة حوالين الججلر فين اهم حوالين الججلر فين اسمهم ايه دول يا ده كاترة اسمهم اسمهم ججلر تشين أو حوالي الانترنال جوجلر هو فين أو مين أو جوجلر لمفنود عاملين جوجل ريتشين دولوا يعتربوا vertical بس lateral group فهمين ده كترة طيب تمامي بقى دلوقات عندك anterior group اللي هم من قدام دول وفيه مين lateral group anterior group أو midline group اللي هم مين اللي هم البريلارينجيال بريتراكيال باراتراكيال هم كلهم vertical اللي هم تجرفهم أنا حتى مش محتاجة أكتبهم لأن الكلام سهل خالص طيب أدي قدامك عضمة الهيويد مش كده عارفين طبعا كلنا عضمة الهيويد اللي أنا سمها دي مش كده يا جماعة اللي مسك فيها عضلة digestrical myelo hyoid اللي بتفصل عضمة الهيويد هاي تمام وأدي عندك مين هنا أدي عندك المنتل أدي عندك اللي هو مين المندبل أسود تمام أدي عضمة الهيويد وأدي المندبل يا جماعة مش كده ده كأنه إنسان رفع راسه يعني تمام وأدي المندبل فهمين وأدي عضمة الهيويد طيب قالك في مجموعة تحت مين حد فكر المندبل يا جماعة ده اللي هو عضمة المندبل عضمة المندبل لي هو Hot Chef اللي هو الكلفت نبو بلد والحاجات دي كلها قلنا إن عضمة المندبل دي هو العضمة بتاع الفس وكل ده عام زي الشباك مش كده طيب حد فكر ما كان إلتقاع الشباكين بتوع المندبل كان اسموهم أيه جماعة حد فكر كان اسموهم المنتل أو كان اسموهم ص от ضيب كلمة ص معناة يلتقاء تمام طيب او ارتفاق باللغة العربية الفصحة يعني الارتفاق العاني لكن ده الارتفاق الفكي سيمفسيس منتاي تمام السيمفسيس منتاي ده قالك والله في مجموعة من الليمفنود موجودة فين قالك والله مجموعة برضه من الليمفنود موجودة في من في المنطقة بتاعت مين السيل تحت المندبل او تحت المنتل يعني هما تحت المندبل او تحت المنتل تمام يا جماعة فبيسموهم سب سب منتل ليمفنود او سب منديبلر وبصراحة فيه فرق صغير خالص ان السبمانديبلر لينفنود اللي موجودين تحت المانديبل يعني هنا 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 تحت المانديبل لكن اللي تحت المنتل اللي هما في الميد لاين بالزبط فاهمني ما هو ده اسمه السنفسيس منطاي فدول اسمه مين السبمينتل يعني السبمينتل اللي تحت السنفسيس منطاي السبمانديبلر اللي هما تحت مين تحت المانديبل يعني فاهمني طيب قالك والله بيقسموا اللينفنود بتاعت النك لحاجة اسمها الليفلز طيب ايه فايدة ال tuns ده ما والله اصلا انا اعرف ان البكتيريا لو مثلا لقيت ان lumin wifi dope um diye كبيرة فانا اعرف ان البكتيريا ممكن تنتشر من lumin品 دي لل Frances an indigenous d لل paragraph على مستوى مين الشبكة او على مستوى Ai Field يبقى زي شبكات النت كده يعرف مثلا اني مش عارف مين ان الكشك الرئيسي ده بيوصل للمنطقة الفلانية فبالتالي لو الكشك ده قطع فلاقي النت قطع عن الناس دول بس او زي الكهرباء كده مش بيدشين هاي منطقة قطعة منطقة لأ فكل منطقة كده عبارة عن مين؟ متوصلة ببعض فده يفيدنا في كذا حاجة يفيدنا في الانفكشن يفيدنا في التيومر عشان نعرف الميتستاسيس هيروح فين فعشان كده قسموا اليمفنودز بتاعت النك الليفل قالك والله المستوى الاول بيقسموه لك اللهم دول الصب منتل والصب منديبلر ده المستوى الاول يا بابس يا جماعة ده اهو ده المستوى الاول اللي هو الصب منتل والصب منديبولار لينفنود تمام؟ زيادة معلومة بس الصب منتل بسموها ليفل 1A الصب منديبولار ليفل 1B ولكن مش مكتوبة في كتاب الأصر فخلاص ما تشغلش بلك بيها ولا حتى مكتوب في كتاب الأصر ولا ذكرها تقريبا في كتاب في بيفل كلية تمام؟ ولكن مثلا أنا بعمل العليا تمام؟ طيب فالليفل ده جماعة الأصفر ده اسمه ايه ده؟ ده ليفل 1 من اللينفنود تمام؟ قالك فيه ليفل 1A وفيه ليفل 1B اللي هو الصب منتل ده اسمه 1A وده اسمه 1B الصب منديبولار ولكن مش علينا التفصيلة دي ولكن انت فهمت ايه فكرتها يعني تمام؟ انه لو فيه مثلا تستعرف هو هيروح فين؟ فانت مثلا تشيل دول كلهم مثلا تمام؟ ولكن كده كده هما بشيله بعملوا بلوك نيك دايسكشن يعني فما علينا ده الأول ليفل تاني ليفل يا سهل جدا ملذيز قالك ايه تاني ليفل؟ قالك بص كده قالك هاتلي اللينفنود اللي قولنا حوالين الجوجلر حد فاكرك نسموهم يا جماعة؟ قالك نسموهم جوجلر تشين كانوا من ضمن البرتكال جروب اللي موجودين لاترال في النك مش كده؟ قالك طيب شكلهم كبير شوية قالك طيب ايه يعني عزياء يعني؟ قالك هنمسك الجوجلر فين ده ونقسمه لثلاث أجزاء أبر سيرد ميدل سيرد لور سيرد تارت حتة الجزء العلوي التلت اللي من فوق الجزء السوفلي التلت اللي في النص 基ل котором الجزء السوفلي اللو فوق قالك وده ليفل طو وده ليفل ثري وده ليفل فور يا سهولة الكلام سهل جدا جماعة يبقى ليفل وان اللي هو بتاعสاب مندال ويدل وصاب مندبل اللي موجود في الأبر جاجلر الليفل تو ميدل جاجلر سهلين جدا ترتيب اهو يا جماعة واحد اهو هنا بعد كده ده تنين ابر جاجلر ثلاثة ميدل ججلر أربعة لوار ججلر شوف السهولة سهلين جدا قال لك بس ثانية أنا هرسم بس رسمة بالجنب بس عشان أعرف إيه أعرف أشغر حاجة معينة كده تمام أنا هرسم رسمة مين بالجنب كده تمام يا جماعة طي فبص كده هرسم مثلا مين حاجة زي كده مثلا آدي مين المندي والهو رسمة بالجنب أنا هبص مين يعني على ججلر من ناحية واحدة يعني مش هبص على ناحيتين فاهمني آدي مثلا الأزنة هاي عشان تعرف برضو احنا فين بالزبط يعني آدي الأزنة هاي تمام وآدي يعمل هو مين المندي والهو بتاع الشخص ده عشان تعرف الرسمة تكون واضحة المعالم واضحة المعالم يعني تمام طيب تمام ايه اعراب المعالم دي تحتل حد يفكر ايه اعراب المعالم واضحة المعالم مش كده اسفاعل اسم الفاعل مش كده آدي النكة اهي تمام طيب بص كده جماعة طبعا أنا هلاقي مين الججلر فين لو هبص بالجنب هلاقيه معدي في الحتة دي مش كده لو رجعت كده آدي الججلر فين هو موجود في الجنب فأنا هلاقيه معدي هنا كده الججلر فين مش كده هلاقيه الججلر فين معد كده وطبعا بعد كده ה 24 قال لك والله الجروب واد بص كده بالمرة بالمرة بس علشان كنا نلمنا كل الحاجة ادي واد عندك مين ادي عندك مين ادي بونا هي تمام ادي بتاعة الهيو ضيبون هيا جماعة ماشي طيب بص كده ادي ڢ�� 1 ジャججلر ا اهو ده المنتل هنا cũ衣ratic مش كده ده جروب 1 قلت كيفان قالرك娘m2 موجود في الاور Best 0 يبقى يبقى قد يبقى اللي هو ايه ليفل 2 يجماعة، ليفل 2 ده ليفل 1 مش كده، ده ليفل 1, اللي هو عندك في سبهايويد و في ساباونتال قالك خد معا أمين اللي هما عند البيزوف سكال وبالمرة تمام، هما كده كده بيتصلوا مع مين مع بتوع الجوجلر قالك في الانترنال جوجلر، الأبر سيرد مع البيزوف засكال الطيب ولكن، الأبر سيرد دا، أحدده فين؟ قالك خد خط كده عند الهايويد بالن يبقى خده خط كده عند الهايويد بالن يبقى إ понадب более specific هتلاقي في مين يا جماعة ده اسمه الليفل تو. طيب فيه كمان فين قللك الليفل تو ايه اللي هو موجود هنا ده اسمه تو ايه. وقللك اللي عند البيزاوساسكال تو بي. ما علينا لنلاش دعوة ما عندناش تو ايه وتو بي. تمام عشان ما حانتش يسألني على حاجات غريبة دي. تمام? طيب تمام. قالك طب ليفل تو بي. قالك والله نفس الخط ده. هتنزل تحت. طب لحد فين انا اعمل الميدل سير ده. قالك لحد عضمة الكريكويد. عارفين عضمة الكريكويد اللي تحت السيرويد الخاتمية دي. حد فكر عضلة الكريكو سيرويد بتاعت الصراخ. تمام? ماشي. فقادر جماعة دي مين عضلة الكريكويد اهي. عضمة الكريكويد. قالك فخد خط كده من عند عضمة الكريكويد. مد خط كده. وده ليفل سيري. يبقى من عضمة الهايويد اللي لعضمة الكريكويد ده ليفل سيري. اللي هو بيمثل الميدل بتاع مين? بتاع الجاجلر طب ومن العظمة السيرد اللي هي مين من عظمة الهيويد لحد تحت ده يعتبر لفل كام من الكريكوسيرويد لحد تحت اللي هو فين لحد تحت لحد الترقوة الكلافيكل مش كده ده ليفل 4 سهلا جماعة مش اكررها تاني سهلا والله سهلا يبقى ليفل 1 اللي هو مين اللي هو السب منتل والسب مانديبلر ليفل 2 من البيزوسسكال للهيويد طب ومن الهيويد للكريكوسيرويد كلام سهل خلص كلام سهل جماعة تمام؟ قالك كمان فيه لفل 5 و 6 للأسف يعني قالك فين لفل 5؟ موجود فين يعني لفل 5؟ اهو بصة جماعة لفل 5 يا سهولة الكلام اهو اللي هو الجزء اللي فاضل ده الجزء اللي فاضل ده اهو الحتة دي الحتة دي اهي شايف الحتة صفرة دي؟ ده لفل 5 سهلة جماعة مش كده ده اللفل 5 اهو ده لفل 5 طيب يسألك عنه زي في الامتحان يقولك في البستيرو ترينجلو في زي نك احنا مش عارفين ان عضلة الستيرنو مستويد هي موجودة هنا بتقسم النك الأنتيرو تريانجل وبستيرو تريانجل فالبستيرو تريانجل في زينك يعتبر ليفل 5 مش كده في نيرف هنا اسمه مين؟ سباينال اكسيسوري نيرف يعني في نيرف كده كده الكاترة لو حد فاكر سباينال اكسيسوري نيرف ده بيعمل لي حاجة اسمها أنسا سيرفكاليس تبعه تمام؟ تمام؟ المهم فقالك والله طالما اللينف نوت دي هم بيدوروا على حاجة ينسبوها ليها ريليتد للمنطقة دي قالك بما ان هنا فيه سباينال اكسيسوري نيرف في البستيرو تريانجل فهنسمي اللينف نود الموجودة في المنطقة ديها الاكسيسوري لينف نود والسبركلافيكولر فوق الكلافيك اللينف نود فاهمين؟ يبقى الاكسيسوري لينف نود والسبركلافيكولر ده الليفل 5 اللي هو موجود في البستيرو تريانجل بتاع النك تمام؟ ده ليفل 5 ده كاترة موجود في البستيرو تريانجل بتاع النك طب متبقي مين؟ متبقي ليفل 6 يبقى ده بالعقل هكيد هيكون في مين يا جماع؟ في الانتيرو تريانجل وفي زنك شوفوا الكلام سهل ازاي؟ يبقى طلعوا سهلين المواطنة ده محدش يضغبط فيهم ان شاء الله يبقى الانتيرو تريانجل اهو اللي هو من تحت الهايويد هنا حد يقولي طب ليه ما اخدتش فوق الهايويد يا عامل ما فوق الهايويد ده اللي هو رقم واحد تمام؟ اهو يا جماع ده الليفل مين ده؟ ده الليفل سكس اهو اللي انا انتو بالورانج ده مش كده يبقى ده ليفل ده الليفل كام يا جماع؟ في آي اللي هو كام ستة تمام؟ ده فين ده؟ قالك والله من تحت الهايويد لحد الستيرنم تمام؟ في الانتيرو تريانجل اللي هو الانتيرو تريانجل وفي زنك يا جماعا، اللي هو الانتيرو تريانجل تمام؟ طيب، مش كله بس يعني مستثناء الجزء اللي فيه ده اللي هو عاليه ليفل مين وان يبقى ده ليفل وان, two, three, four, five اللي ورا, six اللي هو قدام خلصنا الليم في نوت بتاعتمين النك تمام؟ ففيه بقى كده الليمفنود بتاع مين الأجزلري برضه متعسيمونهم ليفلز بكتوراليس بقى ليفل وان وطولة لأن بصراحة كده كده أنا مش هشرحهم ليه؟ لأن أول حاجة إقراهم تاني حاجة الأجزلري الليمفنود هناخدهم الليفل بتاعهم التفصيل في البرست إن شاء الله تمام؟ فلكده هشرحهم قدام لكن إنت أقراهم لحسة يجو في الامتحان كلام سهل أنا مش هشرح إيه فيه تمام؟ أنا هدخل دلوقتي في مين في الليمفا دينوباسي على طول تمام؟ اقروهم من كتب الأصر يا جماعة اقروهم 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 حتى لو مش موجودين في BDF حتى لو محن تشرحهم في الكلية بس معلش اقروهم تمام؟ طيب بس قبل ما ادخل على الليمفا دينوباسي لو سألتك سؤال زكاء وقلتلك الدلفيان ليمفنود موجودة في أنهي ليفل ليفل سكس اهو يا جماعة مش الدلفيان ليمفنود اللي كانت هنا اللي هما كانوا سيركيلر اه يعني الليفلز دي ما لهاش علاقة بالفيرتكل ولا فهميني؟ مش الدلفيان ليمفنود يا جماعة موجودين في الميدلاين طب ما ده تابع الانتيرو تريانجل اهو اهو الدلفيان ليمفنود اللي هما ايه الدلفيان ليمفنود دول يا كاترة؟ الدلفيان ليمفنود اللي هما البري والباراتراكيل ليمفنود اهو دول يا جماعة مش اعتبره مش ده الانتيرو تريانجل اهو مش ده الانتيرو تريانجل يا كاترة؟ ده الانتيرو تريانجل يعني ده ليفل كام ده اللي انا بعلم عليه ده؟ ده ليفل سكس مش كده؟ فلو سألتك البريتراكيل. والباراتراكيل. والحاجات دية للفيان ليم في نودFLM موجودين في آنهي 레�فل. هو مش موجود في العمل في الانتيرو تع مش كذا يا جماعة? ده Level 2 3 مش صح ولاari يا جماعة? ده Level 1 Level 5 مش هشوفه من هنا. عشان ده البستيرو تعامل. ما Louderàn عمل mus' مش كده. مش السيرويد هنا جماعة والديلفين للمفنود موجود هنا بريت راكيل والبرات راكيل والحاجات اللي قلناها تمام فممكن يعني لو ألفهم ما كنا متحان ما نتبتل لا اشفكر في ناس يعني في الراوندات قالوا في مجموعة 7 اللي هي الميديا ستاينال للمفنود يعني اللي هي تحت بقى تدخل الرقم 7 اللي هي VII ولكن دي بوش يكتوب في كتاب الأصر ولكن يعرف ان الرقم 7 اللي هي مين الميديا ستاينال للمفنود يبقى رقم واحد السب منتل والسب منديبلر ثانين وثلاثة وربعة الموجودين على الجاغلر والPP الغرب Grandpa موشف بين السبب وره ينادي الميديا ستاينال لت practice الف deuxième هو رقم 5 اللي هي الموجود في المستيروierte ديرانجه اللي هي المستيرو للبستيرون ومستويدي الرقم 6 اللي هم موجودين في الغربshot اللي هم الصلاة والتراكيل والبريتركيل والبريتراخيل والبريترانجيل أخير موجود بوشف مرشي grandparents وأخير السبب ان تقولون بدينا لم يأليونها في راوندات فاستاذنا طيب ندخل دلوقتي يا جماعة عالمين على اللينفا دينوباسي احنا عارفين ان اي حاجة باسولوجي عبر عن انفلاميشن و تيومر تمام الانفلاميشن اللي هو اكيوت وكرونيك التيومر اللي هو منين و ماليجننت ويعني زينا من التأسيمة دي صح كده اللي هو خلاص في كل حاجة ناخدها فمش لازم نكتبها بقى ونعمل بتاعة فندخل على الكلام انا طول تمام يا جماعة طيب دلوقتي احنا هنبدأ به نبدأ بحاجة اسمها انفلامياتر يصوردرز تمام يا جماعة اللي هو الالتهابات طيب الالتهابات يعني هنتكلم دولها تعلمين عن الالتهابات تع comprado انفخا كده نتكلم عن الالتهابات لو جلنا نتكلم عن اللينفا دينوباسي او عن DIRECTOR الحشوتي اللينفا یا جماعة chair يا جماعة يبقى الانفلاميشن يبقى نكتب هنا احتكلم عن waterproof adopt تمام طيب الليمف انفلاميشن هنمشي برضو على الاسكيمة العامة اللي كنت بنقولها في الباسولوجين فيش حاجة جديدة والله تمام ان هو الليمف انفلاميشن يا اكيوت طيب يا جماعة يا اكيوت يا كرونيك مش كده يا اكيوت يا كرونيك طيب الاكيوت تعريفه ايه اكيوت انفلاميشن تمام بيحصل بسبب الليمف فيسل دخل له بكتيريا بسبب حصل ووند يعني حصل جرح فالجرح ده دخل لليمف نود بكتيريا البكتيريا دي عملت التهاب في الوعاء الليمفاوي فسمناها لمفانجيتس التهاب الوعاء الليمفاوي وبالتالي انا عندي مين البكتيريا تدخل كسكندري للجرح طب حد يقولي طب ممكن البكتيريا تدخل مثلا مش سكندري تدخل على طول كده لو ادخلت على طول فغالبا هي بتكون جاية عن طريق الدم مثلا او عن طريق تشو تاني فبتكون كورونيك تمام لكن غالبا الاكيوت ليمفانجيتس بيكون اكيوت انفلاميشن اوف ليمف فيسل سكندري لوند حد تجرح فدخل من الجرح ده بكتيريا شفطت شفطت من ليمف تمام طيب مين البكتيريا اللي شائع انها بتعمل الكلام ده والله بكتيريا اللي هي مشهورة اللي هي بتكون موجودة على الجلد اللي هي الستريبتو كوكس يبقى احنا خلنا قبل كده بكتيريا مشهورة في البق اللي هي الستاف اللي كانت بتعمل داكتكتيزيا لو حد فاكر لكن في بكتيريا تاني مشهورة في مين يا جماعة في بكتيريا مشهورة في الجلد عموما او في الشاء او في الدراب في المنطقة اسمها استريبتو كوكس الستريبتو كوكس دي عبارة عن ايه والله عارفينها من المايكرو انها عبارة عن مين ستريبتو عبارة عن بكتيريا ستريبت يعني عاملاني مين ستريبت زي بالشكل ده عاملاني ستريبت يعني ستريبت اسمه ستريبت الشكل ده اسمه ستريبت انها عبارة عن كوكس دي اسمها كوكس ودي اسمها كوكس عاملاني لشكل ستريبت كده تمام فاسمه ستريبتو كوكس ماشي ستريبتو كوكس بشكل ده الثالثين الترتكوكوس على الجلد او مشهور انها tentar تص lugوح ايضا من ضمن البكتريات في البصلج خاصة انهاタسيلولاتس لكن ماذا علينا احنا اتكلموا عن مين؟ والله況 بذلن البكترية قدد الوزان اول نفس البكتريش توفز— اذا ستawl أيضا وكيف colored επ الذين لا تعلق الفن اقلنا ان الاولاث تحميل الم센طور بحبång مت herb فبالث الحنق داخل المين ووстفر إدخال жизاج ودخ流 فنت العمل الاختبار يتوقعREW 유قيا يعني في احمرار كده تحت الجلد. يعني انت تخيل مثلا انت شخص مسلا وفيه تحت الجلد كده في مين يا جماعة? في حمرار, الأحمرار ده تحت الجلد هيبان على هيئة خطوط اللي بيسموها لمفستريكز زي خطوط كده حمرة. يا الابن ايغاهم الخطوط حمرة دي ده دي دا. listening西 shitz اه? toi ces sugar. هاه! ليذهب بيسموها ليمفستريكز وهي دي ما بتكونش تندر ما بتوجعش. يبقى ليمف كده NOT يعني ما بتوجعش تمام ممكن يهرش فيها بس ولا حاجة يبقى يستسموها دي نتيجة تمام للمفانجيتس طب هل ممكن تدخل يبقى هي داخلت مين دلوقتي داخلت الاول الليمف فيسل عملت لي ليمف انجايتس وترك كلمة انجي ومعناها وعاء دموي فليمفانجيتس اللي هو الوعاء الدموي تمام ممكن تدخل الوعاء الدموي تروح تعملك على الجلد فهمين يا جماعة طب لو دخلت الليمفنود والله الليمف نود تكبر يحصل الالتهاب جوه الليمفنود والالتهاب أهو التهاب عادي جماعة لا نسبة سيفيك! التهاب! يعني التهاب مش مش زي TB مثلاً! لا! هو التهاب عادي مع حرارة مع سخونة! آآ عشان البكتريا دي بايروجينية! يعني بتطلع مواد بتعمل سخونة بايروجين! مع حرارة! آآ بمممكن لو دخل الدم! يعني لو المناعة ضعيفة يدخل الدم! يعمل لي باكتيريميا! لو المناعة ما قدرتش عليه! وكانت منعة واعع يعمل سيبتسيميا! زي ما شعحتها لك بقى! مش كده! مش الليمفينود دي في الاخرى هتوصل لك على الدم تمام وبالتالي عندك الليمفينود يا جماعة لو دخل جواها مين الستريبت كوكس ده يعمل لي ليمفينود انلارجمينت ايه صفات الليمفينود انلارجمينت ده والله الليمفينود هتكون مالها الاستيك عادية جدا مش فكسد ولا حاجة الاستيك موبايل بتتحرك عادي جدا يعني مش ملزقة عشان هناخد في التي بي شوية كده انها ملزقة تندر يعني بتوجع حد يقول لي يعني الفيسل مش بيوجع لكن الليمفينود بتوجع اه اه الليمفينود بيكون تندر بتوجع تمام يا جماعة فكلام سهل كلام سهل يا جماعة طب وبعدين ايه نتيجة الالتهاب ده نتيجة الالتهاب ده ان في الاخر الليمفينود ده مكان البكترية تروح المناعة بتحاول تقاوم بتحاول تقاوم تروح في الاخر الليمفينود ده يحصل له فيبروزيس احنا عارفين اي بكترية في الاخر بتعمل لي بص بعد كده فيبروزيس طب والفايبروزز ده كأنك قطعت الدرينيج من الليمفي داكت ده وطالما قطعت الدرينيج ارجع للكلام اللي انا شروح تقول لك بدري طالما انت قطعت الدرينيج اللي هي لمؤخزة البلاعة فايه بقى فالمجاري اللي هي أفتها فالهايمونيكولار ويت المركبات الكتخينة بقى والحاجات اللي الضخمة تفضل متخزينة في التشو وتعملك الليمفيديمة وده اللي هنتكلم عنه شوية كده كمان الليمفيديمة تمام؟ طيب وبالتالي الليمفيديمة ده سببه انك قطعت التصريف بتاع المية اللي هو هاي مونيكولار ويت تمام؟ علاجه والله علاج البكتيريا ايه انا اسألك علاج البكتيريا ايه انتيبيوتك اسأل اي حد في الشارع انتيبيوتك بنسلين يا جماعة مضاد ضحاية ويواسع المجال تمام؟ اي حد عارفه رباط البيوت عارفها الكلام ده جماعة الواد تعبان هاتله مضاد ضحاية ويواسع المجال تمام؟ فكلام مش ياصلي فهمين؟ كلام سهل جدا يبقى ايه هو الليمفانجايتس ده جماعة الليمفانجايتس انه حصل والله ستريبت دخلت تمام؟ عملت الليمفافيسيلز وعملت الليمفافيسيلز كده على الجلد ايه وعلاجها تعمل فيه فرحم عشان ده سخونة ايه عشان ده بكتيريا ايديمة في المنطقة دية نلاقي ستريد ستريكس يعني اوارة عن خطوط حمرة كده على الجلد طويلة دي معناها ان الليمفافيسيلز ملتهبة كم يوم مضاد ضحاية وتخف شوف الكلام ازاي بسيط وسهل يا جماعة شوف الكلام ازاي سهل تمام فمش فهم ايه الكلام الصعب طب والله لو دخلت في الليمفانجايتس تعملي ليمفادينايتس كلمة انجيو معناها غدة ادينو انجيو معناها وعاء ادينو معناها غدة انجيو معناها وعاء ادينو معناها غدة لما اقول ليمفادينايتس معناها وصلة الغدة لمفانجايتس موجودة في الوعاء الليمفاوي تمام؟ طيب لو وصلت بقى لللمفافيسيلز والله جوه بقى الليمفي الليمفي تبقى يلارجد كونجستد عشان فيها صديد بقى وكلام من ده ويبدأ يعمل اديمة تبقى المنطقة اللي فيها الالتاد ده اديمتس عشان تقطعت التصريف بتاع الهاي موليكولر ويت اللي قلنا الليمفي نود تبقى يعني بتوجع يعني وكده تمام ممكن بعد كده روح ينتشر الليمفي نود اللي بعدها لو المناعة ضعيفة وما وتتهاش لان احنا قلت لك بدري ان الليمفي نود ده جواها مين خلايا لمفاوية اسمها الليمفي نود تمام طيب تمام ممكن تعملك ابسس وكلم من د سهلك كلام سهل خالص يعني مش شايف حاجة صعبة يحصلك فيبروزيس في الاخر ممكن كمان لو وصل الدم يعمل لك بكتريميا يليها توكسيميا ماشي ده كاترة وعلاجها هو نفس العلاج والله الشخص يرتاح بدريست تمام اللي يحقق دي له انتيبيوتك واسع المجال تمام يعني مش حاجة صعبة يعني لو عملت صديد نعمل له درينيش كلام سهل كلام سهل ماشي ندخل على المهم يعني ده كلام سهل انت تعرف ترعا عادي جدا تمام الكرونيك بقى جماعة الكرونيك لينفانجايتس او الالتهاب بتاع المالمشن المزمن بشارطين او اليوم تمام كنا بنقسم برضه الكرونيك واللهي الخاصة به كنا بنقسم الكرونيك ده جماعة يا homme لا يعني الكرونيك ده كنا بنقسمه حاجتين حاجات سبسيفك يعني ايه سبسيفك يعني accordance دلوقتي يعني ايه سبسيفك اقولك حاجات يعني سبسيفك لين潘ك الصينة يعني ايه الكلام ده يعني بكتيريا مثلا دي اسبيسيفك لا مش شرط مش قصده كده كلمة سبسيفك ونونسبسيفك معناها انت بتشوف ايه تحت الميكروسكوب يعني خدت شريحة من الحتة الملتهبة دي فلقيت ان فيه مثلا شكل مميز يعني ايه شكل مميز زي التي بي بتعملك شكل مميز بتاع الجرنيلومة اللي بيكون فيه كيزيس ماتيريال لكن مثلا حاجة مثلا زي مثلا الستريبت مش هتعملك حاجة مميزة التهاب عادي هلاقي مثلا نفوسيت وخلاص اه يعني سبسيفك معناها ان ابسيت تحت الميكروسكوب على الشريحة دي لقيت حاجة مميزة عرفتني عليها لكن انا سبسيفك ببص كده مش لقل مش لقى التهاب عادي وخلاص مش شايف حاجة معينة فاهمين مش لاقي رأكشن معين من الجسم عليه فاهمين الفكرة جماعة يبقى يبقى سبسيفك ورون سبسيفك معناها على حسب الرأكشن اللي بتعمله جوه الجسم فاهمين الفكرة ده كترة يعني مثلا هلاقي مثلا الججلو يعني مثلا الججلر الفين اللي قلتها من شوية شايفين الججلر كده المفينوت دي اللي قتكلمت عنها من شوية ممكن تلتهب يعني فيه برضو احنا قلت لك حد فاكر الليفلات اللي قتكلمت عنها من شوية حد فاكر يا جماعة اللي هو قلت لك ده من اول البيزو في زبون لحد الججلر طيب انتو عارفين ان فيه عضلة هنا اسمها دايجاستريك مصل مش كده فيه عضلة هنا اسمها دايجاستريك مصل اهي فيه عضلة في الحد اسمها دايجاستريك مصل مسكة من الستايلويد بروسس اللي هيويد بون لها بستيريور بيلي ولها انتيريور بيلي مش كده ده الانتيرو بيلي اهو ليها بستيرو بيلي طيب شايفين الجاجلر اهو شايفين في الليفل رقم 5 جماعة شايفين في الليفل رقم 5 قالك او في الليفل رقم 1 معلش في الليفل رقم 1 قالك ما بين اللي هو كان فيه مين الليفل رقم 1 من البيزوفزاسكال لحد فين لحد الجاجلر قالك فيه لنفنود هنا في الليفل رقم 1 ما بين الديجاستريك ما بين الديجاستريك والجاجلر فين اسمه جاجلو دايجاستريك لنفنود مش مهم قالك الجاجلو دايجاستريك دي بتدرين من اللوز فلو حد مثلا عنده اللوز ناقي الجاجلو دايجاستريك دي تخينة وكبيرة ناخدها تحت الميكروسكوب مش شايفين حاجة مميزة يبقى مثلا ده نونسبسيفك فهميني؟ انا بقولك مثال عن نونسبسيفك خلاص يعني مثلا زي الجاجلو دايجاستريك الناس اللي عندهم اللوز طب مثلا حد مثلا اتعور في رجله او بيمشي حافي كتير ففيه مش عارف ايه اتعور خربوش كده ولا حاجة في رجله بسيط مثلا ازازة ولا بتاع ودخلت شوية مين بكتيريا من التراب فبدأ يظهر انفلاميشن في الانجوينال لمفنود ودي شرحتها بدري قولتلك الانجوينال ده بيدرين من الليمب فبناخد الليمفنود دي عينة منها مش شايفين حاجة شايفين يعني التهاب وخلاص فيها مش شايفين مثلا كزيشن ولا الحاجة فده يعتبر لنسبسيفك تمام؟ السبمنديبلر اللي كانت في level 1 السبمنديبلر يا جماعة في level 1 نتكلمنا عنها من شوية بتلتهب في الناس اللي اسنان هم مسووسة لان السبمنديبلر الليمفنود دي بدرين من الجمم زي ما اخدنا ومن الاسنان زي ما اخدنا في فيديوهات الاسنان لو حد فاكر حد فاكر جماعة فبدرين من السبمنديبلر والسبمنتل مش كده بدرين من الاسنان فلو حد عنده تسوس اسنان او التهاب في البق يعملوا ده كل يعتبر نونسبسيفك فهمين الفكرة؟ يبقى النونسبسيفك زي مثلا اناس لحفية الناس لعندها الليوز المثلا ده حكيا للسبيب كده حتى مش بيحدة اكتبها انته اكتبها اكتبها مع الناس الحافية مع الناس لعندهم الليوز بدرين من الليوز تلاقي الليوز ضخمة كده والديب كبيرة شوية الناس لعندها التهابات اناس لما اكتب Lefty طب ايه الصفات بتاعتها؟ والله النانس بالسيفك معناها عملت فايبروزيس فهلاقيها بدل ما موبايل هلاقيها فيرم ناشفة فاهمين الفكرة هلاقي الليمفينود ناشفة شوية إيلاستيك يعني عامل زي الاستيكا كده إلاجد منتضخمة شوية هل ممكن توجع سلايتلي لأنها تندر عشان ده مش أكيوت انفلميشن ده كرونيك حد تهب مزمن فهلاقيها بتوجع حاجة بسيطة طب والعلاج والله بديه أنتيبيوتك يعني العلاج برضو بديه أنتيبيوتك طب لو أعطته أنتيبيوتك وفضل يعني أكتر من ثلاث أسابيع أنا مفروض أتوقع أن بعد ما تديه له أنتيبيوتك يفضل ثلاث ويكس وبعدين يخف يعني المضاد الحيوي ده على بل أخره ثلاث أسابيع ويقلل الليمفينود طب لو ما خفتش لو أعطته المضاد حيوي وقعد ثلاث أسابيع ما خفش فأنا عندي احتمال من اتنين أنا دلوقتي بفترض أن حد متضخم الليمفينود فأنا مأخدتش مين مأخدتش شريحة ولا حاجة حد مثلا ليمفينود بتاعت الساب مانديبلور فأيولوات لا يستنوا المسوسة ولا حاجة يديه له مضاد حيوي وتعلى لي بعد ثلاث أسابيع والله بعد ثلاث أسابيع لو ما خفش لو بكتريا مية في المية هتخف إن شاء الله بعد ثلاث أسابيع واليمفينود ترجع تصغر لو ما خفتش عندي احتمال من اتنين هم الاحتمالين والله ممكن يكون تي بي وده سبسيفك تي بي دي حاجة سبسيفك بقى حد يقولي طب يا دكتور طب أنا ليه عضوات أنتيبيوتك من الأول لما هو سبسيفك وأنا أقول لكم أنا بفترض إن أنا هو أنا مش عارف أنا مخدتش عينة حد جاي بتضخم في الليمفينود فأنا أخد من مضاد حياة وتعليت بها تلاث أسابيع بفترض إن هو مين لو بحث تلاث أسابيع ما خفش فهو يا تي بي يا لمفومة التي بي نشرحه النهاردة إن شاء الله والليمفومة الفيديو الجاي تمام يا جدا كاترة طيب تمام ايه تي بي بقى آه يعني أنا عاوز توصل من كلامك ده كله إن التيوبركلوزيس ليمفا ديونايتس ده نوع لو سألك في الامتحان سبسيفك كورونيك انفلاميشن للليمفينود فهمنا يا جماعة؟ ولا لا يبقى التي بي ده سبسيفك ليه سبسيفك لأنه لما بص على الميكروسكوب شايف جرانيلومة وفيها كازيس ماتيريال الله دي حاجة أنا عارفها بتاعت التي بي ساموها سبسيفك حاطوها تاعت الكاتيجرون سبسيفك نفس الكلام مثلا مع السيفلس اللي هو الزهري نفس الكلام مع أي حاجة بتعمل أشكال بميزة هتفهميني؟ فتعالي نتكلم دلوقتي كاترة عن التي بي والله هتسمع يعني هتحس إنك أول مرة تفهم تي بي في حياتك يعني الحمد لله يعني تمام؟ أي حاجة بتحسها تسمعها معايا كأنك أول مرة صحب في حياتك تمام؟ فهنقولك المتين دلوقتي عن التي بي وإن شاء الله هو كده كده مش مكتوب في البي دي اف ولكن زي ما لكم قالوا لي يشرحوا أضمن يعني الأحسن يجيبوا منه وأنهما قالوا إنه هو مصدرنا البي دي اف ولكن هنقوم كمتين عن التي بي مش هنطول فيه إن شاء الله ربع سعب الكتير ونخلص التي بي تمام؟ وندخل على الفلاليازي طيب إيه هي التي بي دلوقتي؟ التي بي بكتريا جرام يعني نيجاتيف أرجانيزم أو مش جرام أصلا ما بيتصبخش بصبغة الجرام لأنه هو حاجة بتصبخ بصبغة اسمها زين نيلسين استين لو حد عارفها بس هو في الأصل يعني جرام نيجاتيف لكن ما بيتصبخش بالصبغة لكن هو جرام نيجاتيف لكن هو ما بيتصبخش بالصبغة العادية بيتصبخ بسبيشال استين اللي هي الزين نيلسين استين لو حد فاكرها جرام نيجاتيف تمام؟ أسد فاست باس اللاي طبعا فين أسد فاست يعني إيه ما بي يعني بيقاوم الأسد تمام؟ أسد فاست يعني اللي هو بالبلد كده لو هترجمه حرفيا صائم عن الأسد فهمين الفكرة؟ Asit fast بacillai طيب فالإن المشكلة بتاعته قال والله المشكلة بتاعته أنه حتى مش بيتحرك يعني قدي التب شايفين التب أهي ما بتتحركش طب ما لها يعني طب ما بتتحركش بتعمل ايه قال لك والله ولا ليها توكسن الله التب ولا بتتحرك ولا ليها توكسن ما تهزرش يا عم والله ما بهزر التب ولا لها بتحرك ولا لها توكسن قدي شكل البكترية أهي يا جماعة تمام؟ ما بتتحركش ولا ليها توكسين نون موتي البكتاريا طب كيفي عمت كابسول شايفين بكتيريا؟ حواليها كابسول قوي جدا كابسول قوي قوي خالص يا جماعة الكابسول اللي حوالينا التّي بيت ده مجد المناعة تقدرش يتموتها لو�ت ميت نار يعني اعادي تقوللي ان النتي بيت دي مش قوتها في السم يعني مش بتطلىPs ولا قوتها مثلا لا قوتها إن المناعة مش إعرض عليها المناعة مش قدر عليها أبدا تفهمين يا جماعة؟ طيب لما هي مش بتطلى سم المناعة زي مش قدر عليها قالك والله أول ما بتدخل الجسم الجسم بيبدأ يواجهها بخط الدفاع الأول اللي هو مين أويح أي بكتريا بتبدأ تواجهها... اللي هو ionoc iniuclecular leucocyte إيه البوليمورفك نيوكليار ليكوسايت والله يا جماعة البوليمورفك نيوكليار ليكوسايت قلنا مليون مرة إن هي عبارة عن مين عبارة عن المايكروفاج اللي هي النيوتروفيل مش عمان عندي جماعة إزينوفيل وبزوفيل ونيوتروفيل النيوتروفيل دي لها اسم تاني بوليمورفك نيوكليار ليكوسايت ولما تدخل التشو بيتحاول اسمها المايكرو مش ماكرو مايكروفاج تمام قال لك تعالى نعتبر إن البوليمورفك نيوكليار ليكوسايت دي نعتبر ان بوليمورفك نيوكليار ليكوسايت دي اللي هي الدبابات بتاعتنا. اول ما الجسم يدخل على بكتريا غريبة يبدأ يديه والدبابات بيوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو البليمورثي نيكول فايت بيو, بيو, بيو مش قادرة عليها تروح تيجي بقى بدل المايكرو ييجي عمين الكبير الماكروفاج ييجي مين يا جماعة ال معكروفاج يلي هي الدبابة الكبيرة بقى يبقى دي المايكروفاج اللي هي النوتروفيل أول خط بيبدأ يهاجمها مش بيقدر عليها ليه عشان وجادها صدفة قوية سيطبي يدخل بعد كده عمين الكبير�ى مين عمين الكبير مقى المايك .. الماكروفاج ييجي بعد كده المكروفاش بطلالته. انا بحبها دايماً من زمان من اي يا من المناعة سنة اولى جماعة. انتعرفينý بحب برسم المكروفاش كده. الي هو كده زي الي هو ايه ليها اسنان كده وبتاكل يعني براسمها دايماً كده حتى هنا بذاكر مع نفسي يعني. بحب برسم المكروفاش بالشكل ده. تمام جات المكروفاجة هاي يا جماعة? جات المكروفاج وعزمين. تشفي ايه عم في ايه أنا بقدر أنا اخدها بكسرها بابلعها وفتتها الحتة والحتة دي بروح اعرضها على جسمي بعرضها كده على طبق الطبق ده اسمه ام اتش سي لو حد فاكر ام اتش سي وان لو كنت عاوز اعرضها للخلية التاقية السامة لو كان فيروس بس ده بكتيريا فبتعرضه على ام اتش سي تو مش مهم ده مناعة اخدناها زمان تمام اللي ام اتش سي تو ده عشان يجيب الخلية التاقية المساعدة اللي هي تي هيلبر تمام المهم فطف وضع اجزاءه على طبق طيب انت زي بتعمل الكلام ده يا مكروفاج قالت لانا بالله باكل البكتيريا دي وبفتتها الحتة الحتة دي بروح اعرضها على الطبق الى على راسي الطبق الى على راسي ده يخلي المناعة ايجي تشوفها فانخلايا التاقية تشوفها والخلايا الباقية تشوفها فلما تشوفها تتعرف ان فيه بكتيريا اصلي خلايا التاقية وال باقية دي مش طالعين كده وخلاص لأ ده دول مش موجودين غير فين يا جماعة الخلايا التائية والبقية متخزنين في الليمفنود مش كده الخلايا التائية والبقية اللي هما الليمفوسايت الخلايا التائية والبقية دي هما الليمفوسايت متخزنين في الليمفنود قاعدين في قاعة المؤتمرات ما يطلعوش على الشارع إلا لو في حرب يعني تخيل كده هل من الطبيعي مثلا إن رئيس الجمهورية مثلا أو اللي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة تلاقيه كده بيتمشى في الشارع عادي مثلا ولا مثلا بيبعت الأول الجنود بتوعه الدنيا. اهو الماكروفاج نفس الفكرة. عمالة تتمشى هي والدبابات بتاعتها النيوتروفيل في الدم. فالماكروفاج دية جماعة اول ما شافت التي بي الله ده موضوع سهل. تعال يا تي بي. دخل التي بي جوه الماكروفاج بسم الله. تبدأ تفرض عليها الانزيمات لاسمها لايزوزايم عشان تكسرها. ليه? ما احنا اتفقنا لازم اول خطوة بتعملها التي بي تحللها عشان تديها المين تعرضها على الطبق للخلاة التائية. فاول ما تفرض عليها الانزيمات مش عارفة. مش عارفة. الله الماكروفاج ايه ده في ايه? انا مش راهم حاجة. بتطلع عليها اللايزوزايم مش مطلع مش رضا يتكسرها. ازاي? عليها عليها حماية. عليها صدفة. عليها كبسول قوية جدا يا جماعة تي بي. تروح الماكروفاج تبدأ تقلق. تروح تبعت رسالة. يا خلاية تاقية. يا خلاية يا باقية. تعالوا هنا. فتبعت رساية الرساية اللي مين يا جماعة? للخلاية التاقية والخلاية الباقية. بس الاول قبل ما تبعت خلاية للخلاية التاقية للخلاية التاقية والباقية. انا عزي عارفك هو الكلام ده حصلان فين في الدم. مش كده جماعة? الكلام ده حصلان فين? انا اي انا اسف في التشوز. تمام? الكلام ده جادة كترة. حصلان فين في التشو. يعني الماكروفاج دي في التشو. تمام? النيوتروفيل دي في التشو. تمام? طيب يعني طولهم من الدم وراحها التشو قاديت دمه يعني هما جايين من الدم انا مش لسه ايلك من شوية ان النيوتروفين في الدم لكن لما تدخل التشو يبقى اسمها مايكروفاجي يعني احنا في التشو على كده تمام طيب تروح الخلايا المايكروفاجي اللي قاعدة في التشو بدأت تحس الدنيا خطر الله ده حاجة انا مش قادرة اكسرها يبقى ده معناها عنا متى استفهام حاجة خطر تروح تبدأ تعمل شوية حاجات كده تقول ايه لا ثانية اول ما تروح على الدم يحصل في الوعاء الدموي فازو دايليشن فيعني ايه فازو دايليشن يا جماعة يعني الخلايا بتاعت الوعاء الدموي بدل ما الخلايا اللي هي الاندوثيريوم قريبة من بعض تروح توسع عن بعض فلما توسع عن بعض المسافة اللي ما بينها توسع فيروح الدم البلازمة تترشح اكتر عشان الهايدروستاتيك بريشر او القرسول الشرحته بدريها يزداد مش كده فتروح الخلايا الدم لما يبدأ يوسع يبدأ يحصل إيديمة الله يعني ده سبب حدوث الإيديمة في أي التهاب عموما بسبب الانترلوكينز دي فيحصل إيديمة بس الإيديمة دي ما بتحصلش وخلاص ده حصلت عشان جايبة معاها من الدم إيه يا جماعة جايبة معاها من الدم دبابات زيادة الدبابات دي اللي هي النيتروفيل النيتروفيل دي يا جماعة بتكون ماشي كده وخلاص في الدم يعني النيتروفيل دي بتكون ماشي كده في الدم وفي النص كده قد النيتروفيل اللي هي الدبابات بتاعتنا النيتروفيل خلايا المناعة اول ما تحس بالرسالة اللي هي الانترلوكين وصلت للدم تبدأ تيجي على الاطراف يحصل لها حاجة اسمها ميجريشن تمام؟ يحصل لها حاجة اسمها ايه؟ ميجريشن فيه تفاصيل تبع المناعة كده بس مش عارفة شرحة او لا لا بصراحة ولكن هقولها بسرعة هتركز فيها هتركز ما تركزتش مش وهم يعني مش ملاش غزمة ما هي التفاصيل دي؟ ان البوليمونفيك نيكولار ليكوسايت اللي هي الدبابات دلوقتي الماكروفاج خايفة فهتفقوا خلاص انا هستدعي دبابات اكتر فاهمني؟ فلما لقيت انها مش قادرة عليها ولا دباب واحد قالت هنجيب مئة دبابة يمكن يقدروا يموتوها فاهمين المنطق بتاع الماكروفاج؟ الدبابات ماشي في الدم عادي يعني ده البلوت فيسل اول ما يوصل لها انترليكون او انترلوكين او كيمو ريسيبتور ايه اللي يحصل؟ قالك والله يا جماعة بص كده في ٢ريسيبتور كده في الدم الرسيبتور الاول الموجود على الاندوسيليام على الاندوسيليام experiência spielt ليس عايزة اقول و بيسيليام وهو الخلايا المبقطنة اللي هو عاق الدم قالك اسمه ايه الخلايا ددي؟ قالك والله يا جماعة الرسيبتور ده اسمه سيلكتين عامل كده بص كده اهو عامل كده شايفين يا جماعة عامل كده اسمه سيلكتين قالك السيلكتين من اسمه يعني لو هترجمه بالعربي البروتين اللي بيختار تمام؟ قال لك السل كتين ده موجود على الاندوثيليم ودي البوليمون في كنيوكولولكسات هي الدبابات عليها ريسيبتور تاني بيشبك فيه زي الإفل والمفتاح يعني بص كده عمل كده شايفين؟ فتحسهم يركبوا في بعض كده زي قطع البازل فاهمين يا جماعة؟ قال لك الريسيبتور اللي عن نيتروفيل ده اسمه إنتجرين التكاملي مش مهم ده حاجات مناعة خدناها زمان قال لك الانتجرين بيتكامل يركب زي المفتاح يعني الانتجرين بيتكامل الكي ده الكي المفتاح يركب في القفل القفل على مين؟ على الدم على السل كتين ليه؟ لأنها بتكون الدبابات دي ماشي بسرعة في الدم فأول ما صدها انترلوكن تروح تبدأ تقرض على سطحها المفتاح ليه؟ عشان وهي ماشي بسرعة تحاول تعالي تعالي أنا عازل زق فيكي عازل زق فيكي عازل زق فيكي تروح تيجي البوليمورفيك نيوكلر ليكوسايت تلزق بالانتجرين تحطه في السل كتين كده ويلزق زي الكي ان لوك لوك ان كي تمام؟ يروح تيجي بعد كده اي فايتة الحركة دي ان النيوتروفيل بدل ما بتمشي في الدم تروح تلزق على مين يا جماعة؟ تلزق على الاندوسيليم فتبدأ يحصل لها ميجريشن وتبدأ تتحرك 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 وتطلع في مين؟ في البلازمة اللي هتطلع في التشو فبالتالي جبنا دبابات كتير جبنا دبابات كتير جبنا دبابات كتير جبناها ازاي بالطريقة دي؟ تفاصيل المناعة دي مش مهمة مش علينا مش مكتوبة انا بفكرك بس ايه بنلعب مع بعض شوية مناعة يعني تمام؟ طيب وبالتالي الانتر لوكن ده تساعد انه يظهر ريسبتور الانتجرين على اللينفوسايت طب هو ظاهر في الطبيعي لا مش ظاهر الدليل ان اللينفوسايت ماشي في الدم لو كان ظاهر كان لازق في بعض فاهمني؟ تروح الماكروفاج تقول ايه الماكروفاج تعتبر الرئيسة بتاعت مين؟ البوليمورفك نيوكلر ليكوسايت حتى عشان كده بتوع المناعة بيسموا مين؟ البوليمورفك نيوكلر ليكوسايت مايكروفاج كأن الماكروفاج دي الرئيسة بتاعتهم ودي اللي هم ولادها اللي بيدربها فاهم؟ عشان كده النيتروفين لما تدخل التشو بيسموها مايكروفاج فاهمين يا جماعة مناعة؟ أول مرة ما تفهم مناع دلوقتي مش كدا تيجي المايكروفاج دية بكترية كميرة تديهم أوامر تروح المايكروفاج تقولي لتعلي يا تي بي انت المايكروفاج ولا دبابة مش قادرة احنا 200 دبابه دب 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 وبعدين دلوقتي في 100 دبابة بيدمروا فيها يعني لو ما كانتش رصاصها نفعة ولا المايكروفاج قادرة فجبنا 100 دبابة فهلا هيتدمر التي بي ولا لا المايكروفاج واقفة بتتفرج التي بي مش ميتة الدبابة الاولى خلصت الزخيرة بتاعتها وماتت عملتلي وتحولت لبص سل طبعا احنا عارفين النيوتروفيل دي لما بتموت بتعمللي صديد هي اللي بتعمل الصديد النيوتروفيل لما بتموت التانية ماتت بص سل التالتة الرابعة المليون دبابة اللي جبناهم مش شغلين البوليمورفك نيوكلر ليكوسايت لطمت وقالت يا لهوي الحقوني فبالتالي تعملي دلوقت يا جماعة تروح تندهى على مين على القائد الاعلى للقوات المسلحة اللي قاعد في مين في الليمفنود تندهى على البيك بوس اللي هو الخلايا التائية تقول له الحقوني يا جدعان الحقوني يا خلايا يا ليمفوية احنا مايكروفاج مش قادرين على التي بي ماكروفاج انا الكبيرة بتاعتهم مش قادر عليهم ندهت على عيالي مش قادرين عليهم بحطة عليها ليزوزايم مش قادر عليهم تروح تيجي الماكروفاج لما لقيت ان ولادها ماتوا في الحرب تتجرب سرعة من الدم على الليمفنود الناس الكبيرة اللي احد الرئيس الجمهورية بقى اللي هو القوات المسلحة اللي قاعدين جوه ان يا جماعة جهزوا الزخيرة بتاعتكم احنا في حرب كبيرة وفي حاجة مش قادرين عليها تروح تعمل ايه؟ التي هيلبر تطلع تيجي بعد كده مين؟ التي هيلبر دي جماعة متخرجة من الكلية الحربية اركان حرب يبقى دلوقتي تي هيلبر مزجد في مين؟ في الليمف نوت دي مزجد في الليمف نوت دي عبارة عن ايه دا دا؟ دا عبارة عن ظابط متخرج منين؟ من اركان الحرب كده تمام دا ظابط الآن يقول تمام يا فاندم اول كده ما يقول له في حرب يروح يجيكد تي هيلبر التي اتش هي جماعة دي عبارة عن من دا عبارة عن الظابط اللي يبيجي مين اول ما يسمع ان في اخبار شديدة ولا حاجة يروح يطلع بقى절بط الدنيا التي هيلبر Radio تمام؟ يروح تيجل الخلايا التائية المساعدة تروح تقول فيها ماكروفاش تقوله فيها حاجة راح مش قدنا عنها تقوله بلاكش دعوة سبيلين الموضوع ده تروح تيجل الخلايا التائية المساعدة بعد ما كانت نايمة جوه الليمفنود تبدأ تنشط يعني بتتحول من حاجة كده اسمها T0 ل T-Hilber T0 اللي هي خلايا نايمة فتتحول من T0 ل T-Hilber مش مهمة يعني كلام ده كله مناعة مش مهمة يا جمعنا بس ايه بدردش معاكش ان الموضوع يبقى لزيز شوية تمام؟ رحوا عملوا ايه؟ قالوا احنا دلوقتي كان حرب مش هنطلع من الليمفنود الا لما نجند الخلايا الماكروفاج نخلوها اقوى من كده يروح يقول طب يا تائية خلايا تائية انا حاولت اهاجم عليها ومعرفتش قده الماكروفاج هي بتاعتنا مش كده الماكروفاج اللي هي رحت ندايتهم قدت له والله انا حاولت اهاجم عليها ومعرفتش شايفين؟ تروح تقول لها انت هنا خدي هنا انا دلوقتي هتديك السلاح السلاح ده تقدر يتموتي بيه التي بي مين اعطاه كده السلاح جماعة خلايا تائية؟ يعني خلايا تائية دلوقتي هتروح تسلم الماكروفاج دلوقتي سلاح ايه السلاح ده؟ السلاح ده جماعة اللي هو الشوارد الحرة يعني دلوقتي الخلايا التائية هتمد الماكروفاج بالشوارد الحرة الاكسجن فري راديكال يعني السلاح دلوقتي معها يعني هل ما كانش معها اكسجن فري راديكال؟ لا ما كانش معها فاول ما راح تبلغت الخلايا التائية راح تعطتها الاكسجن فري راديكال الاكسجن فيري راديكال ده فيديته ايه جماعة اكسجن فيري راديكال ده ده كتره فيديته أن هو بموت ال fiquewhippe الحد فاكر مش كدا ويمت Legends تروح تيجي الخلايا التى المكروفاج معها فيري راديكال تروح ترجع تانى عالتيبي تقول لها تعاليلي انا جبت من جبت مسدس م Áو vazás من الخلايا التى ايه فيري راديكال طق قط طق د Edgar vole دئ وعملة تضرب فيها فاهمين عملت اضرب فيها مين دي liquid ماكروفاج بس اقوى شويه ماكروفاج بسمين يا جماعة أقرأ شوية معها إيه؟ معها شوارد حرة أكسجن فير راديكل تكسر التي بي دي أول ماكروفاج تيجي ماكروفاج تانية تقول لها خذ يا ماكروفاج انت تانية انت إزاي مش قادرة عليها تعالي هنا تقول لها والله طيب أنا أختي برضو ما قدرتش عليها يعني دولتي طبعا جاي إيه؟ مش ماكروفاج واحد للي راح للتي بي طبعا مش هتجند ماكروفاج واحدة واحدة مثلا تديها مين؟ تديها مسدس واحدة تقول لها خذي هنا أنا همارنك تروح توديها الجيم يعني توديها الجيم يعني تخلي الماكروفاج تكبر بدل ما كانت صغيرة تضخم تبقى كد خلية الإبيثيليم مش تبقى خلية ماكروفاج صغيرة تخليها كبيرة جدا يا جماعة تبقى كد خلية الإبيثيليم فبيسموا الخلية دي إيبيثيليويديسيل وبالتالي الخلية التائية اللي هي بتاعت أركان الحرب عملتين الماكروفاج جندتها واحدة عطتهم مين؟ عطتهم فيه الراديكال واحدة نشاطتها خليتها كبيرة قد خلية الإبيثيليم بتاعت الجسم فخليتها إبيثيليويديسيل ليه؟ عشان تقدر تهاجمها فوصي كده رجعت لها كده وهي أقوى كده إيه؟ وأشرس شايف كده أقوى وأشرس اللي هي خلية الماكروفاج بس باسمها إيدر دي جماعة اسمها إبيثيليويدي خلية مين؟ إبيثيليويدي وبالتالي دلوقتي عندنا مين؟ خلية الماسم كده مين؟ الخلية الجديدة عندي خلية جديدة كده اسمها إبيثيليويدي سيل عندي مين تاني؟ عندي ماكروفاج الماكروفاج دي معها مين؟ معها سلاح السلاح ده عبارة عنها جماعة يبقى عندي ماكروفاج عندي ماكروفاج ت storage صح كده وعندمين sen آيه طب إيه دا جماعة؟ أو اوي وعندي كمان رحت برضو خلاية التقيية عملت حركة تالتة خلت إن مجموعة من الماكروفاج يتحدوا مع بعض يعني بص كده جابت الماكروفاج دي ادي الماكروفاج بها النواة جابت الماكروفاج تانية فيها النواة يتحدوا مع بعض ويعملولي خلية كبيرة يعملولي خلية بس الدور ده خلية عملاقة مالتينيوكلييتد لان دي اصلها كذا خلية اتحدوا مع بعض ماكروفاج 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 اتحدوا مع بعض عملولي خلية عملاقة بيسموها ايه الخلية دي اول عالم شافها كجماعة كان اسمه لنجهان لنجهان مش لنجرهانز بتاع البينكرياس اسمها لنجهانسل فسمها جايانت جايانت عملاقة الله ده أنا عندي خلايا شبهة الإبيثيليام طويلا اسمها إبيثيليويد كل دول ماكروفيج وعندي خلية جايانت سل عملاقة اسمها عالم كده شفها اسمه إيه جماعة اسمه لنجهان وعندي خلايا ماكرفيج بس أقوى مع هفري راتيكل مين اللي جندهم؟ أركان الحرب بتاعنا خلاية تاقية المساعدة عشان كده سموها بتوع المناعة مساعدة مش كده ولا إيه جماعة بتساعد الماكروفاج تمام؟ لانجهانز سيلز تمام؟ لانجهانز سيلز أو اللي هي جايانت مالتي نيوكلياتد لانجهانز سيل تمام؟ وعن خلية إي بي سيليويد كلهم دلوقتي متحدين ليه؟ عشان يدمروا إلى كائن اللي ما كانش يراد يدمر معنا الله ده حلم نسمع قصة جدا عنه مش طب ده لا بعد نلعب مع بعض تمام؟ مين الكائن ده جماعة؟ الكائن اللي هو اللي مش لطيف ده اللي هو التي بي تمام؟ ايه فايدة ايه من مشكلة التي بي ده جماعة؟ انه انه ودي طبعا معها في راتيكل مشكلة التي بي ده ده كاترة انه هو عليه كابسول الكابسول ده مخليه ريزيستانت للمناعة مش قادر تقوم عليه والتالي يطلعوا دلوقتي خلاية الماكروفاج متجندين مش بس كده جات معهم خلاية التي بي تراقب خلاية التي بي اللي هي نشاطتهم رح تشوفهم قد المسئولية ولا لا فجات معهم تراقب الدنيا يبقى خلاية التاقية المساعدة أركان الحرب جات تراقب على الوضع تشوف الدنيا ايه شغالة كده بيحربوا كويس ولا ايه تديهم أوامر تقولها انت تخي وانت يلا نجهان ابلعي وانت مش عارف اعملي كذا وانت عملي كذا وبعد كده بدأت الحرب بدأت الحرب فهمين يا جماعة؟ رحت معها التي اتش والتي اتش عملت معها ايه؟ جابت في دلها زمايل مين الزمايل دي؟ جابت معها جماعة خلية اسمها فيبرو بلاست اسمها ايه الخلية دي؟ خلية اسمها فيبرو بلاست خلية الفايبرو بلاست دي اللي تعمل فيبروزيس ليه تعمل فيبروزيس؟ على اساس ان بعد ما تي بي تموت يعملوا فيبروزيس للمنطقة دي يقفلوا ساحة الحرب يعني بعد ما حتت الدم وروح صنفية الحرب يقفلوها فجابت معاها التي اتش مصاحبة ليها فيبرو بلاست وجابت كمان معها خلية تاية سمة الله تاية سمة طب ايه علاقتها ما جات معاها برضو تتفرج مثلا المهم جابت معاها خلية تي تاي سايت توكسك اللي هي تي السمة تي سي جات برضو تراقب معاها فالتالي حرب كبيرة جدعان لان جهانزا سيل مع ايبثيليويد سيل خلا شبل ايبثيليا مع مكروفاج مع خلاية تاية مساعدة فالدنيا غربانة طب ومين اللي بيعمل الحرب دي كلها الاساسي المكروفاجة هي اللي بتحارب لكن مين اللي بيبصه ويتفرج اللي بيبصه ويتفرجت خلاية تاية بتشوف الدنيا ومعها الفايبرو بلاست كده جنبها عشان لو حصل اي انخلية ماتت الحرب انتهت يعملوا فيبروزيس وبدأت الحرب بدأت الايبثيليويد سل تهاجم بدأت الانجهانز تهاجم تمام طيب دلوقتي انا عندي احتمالين ايه الاحتمال يا جماعة الاحتمال الاول ان المنعة تكون قوية والخلاية دي تكون قوية فعلا وفعلا تقدر عالتي بي وتموت التي بي ويحصل فيبروزيس والحمد لله خلص التي بي خلص اه طب هتقول لي زي خلص وهو التي بي ده مرض صعب وكده هقولك ما فيه ناس كتير عندها التي بي وبيسموه فوكس بقرة عندها بقر التي بي فيبروزيس وخلاص متسابع على كده في الرئة ناس كتير خصوصا الدكاترة اللي بشيب له في قسم البطن وكده من المستشفى والنزوكوميا الانفكشن والكلام ده عندهم بقر التي بي فرقاتهم وعيشين بيها وخلاص وانتو فهمتوا جات منين لكن في بعض الناس بقى لمنعتها ضعيفة ايه اللي يحصل يا جماعة لما المنعة تبدأ ضعيفة الابيثيليويد مش قادر يبدأ في راديكال يطلع الفري راديكال اللي هي المسدسات دي مشكلتها ايه جماعة مشكلتها انها بتموت التي بي مش بس كده بتموت النورمل تشو يعني لو في بلوت فيسل فيه كنكتف تشو حتى هيموت فلما يموت يحصل فيه نكروزيس وطبعا النكروزيس ده هيكون مصحوب بالصديد ايه الصديد اتخلية المكوفاج والمايكولول كانت ميتة مكان المعركة فبالتالي هيكون المنطقة دي عبارة عن ايه جماعة عبارة عن منطقة فيها كده مين زي حاجة صفرة كده او زي مين مادة كده شبه الجبنة مادة شبه الجبنة كده اللي هو زي الجبنة القريش كده متحط في الخلاط فهمين كده مادة كده مش عارفة مش عارفة رسمها او ايه اللون المناسب ليها بصراحة يعني تمام ولكن حاجة عاملة زي زي الجبنة الجبنة كده او الجبنة جماعة بروتين الجبنة اسمه الكازين يعني حتى بتوع الجم عارفين البروتين ده جدا اي حد بيروح للجم عنده فكرة عن الكازين بيتباع في الجمات حتى يقول لك ايه الكازين ده بيتاخد قبل ما ينام عشان ده نوع من البروتينات بيكون يعني بيمتص ببطء فلما يمتص بطء بتوع الجم بيحبوا ياخدوه قبل ما ينامه عشان هم نايمين البروتين ده يفضل يغزي العضلات بتاعتهم فهمين الفكرة عشان كده برضو الجبنة الاريش واللبن يقولك شبه قبل ما تنام عشان فيها بروتين الكازين تمام فلما شافوا المنظر ده تحت الميكروسكوب قالك الله ده عبارة عن مين بص صديد مع خلايا ميتة نيكروزيس مع مش عارف ايه ده شبه الجبنة الاريش فقالك نسميها كازييشن يعني لو هترجمها حرفيا التجبن تمام اسموه يا جماعة كازييشن او كازييتد ماتيريال اللي هو جبنة كازييشن ده سبب الفري راديكال اللي هي موتة مين موتة الكازييشن دي المادة تمام اللي هي موتة مين يا جماعة موتة اللي هي كنك تفتشه الكور اللي تحتيها تمام طيب لو المناعة غلبت خلاص والله لو المناعة غلبت تبدأ الفايبرو بلاست دي توقف كده على اطراف المعركة وتبدأ تفرس فيبروزيس تبدأ تفرس فيبروزيس تبدأ تفرس فيبروزيس وتحاوط على المنطقة دي وخلاص التي بي ماتت ولكن في احتمال انها ما تموتش فلما ما تموتش يبقى ايه اللي يحصل يا جماعة لما ما تموتش يبقى السنتر فيه كازييشن يروح يبدأ يجند ماكروفاش اكتر يروح يفضل يحصل كازييشن اكتر واكتر وبالتالي يحصل فيه عبارة عن مين معركة ما بين التي بي والمناعة كل شوية المناعة عمالة تجيب خلايا وتموت تجيب خلايا بس مش ميتة تجيب خلايا وتميت عشان خلايا ضعيفة مناعة ضعيفة وبالتالي تكون لي مين معركة المعركة ساحة المعركة دي كلها بيسموها هايبر سينسيتيفتي ري اكشن طيب فور اللي كنا بنسميه زمان يا جماعة الجرانيولومة الله طب لما نبص على الميكروسكوب ونشوف ان فيه جرانيولومة تحت الميكروسكوب مش دا يدل اللي ان دي حاجة سبسيفك عشان كده قلنا بدري ان التي بي كورونيك سبسيفك لمفادينيتس ما هي مكونات الجرانيولومة امسي كيو ايبيثيليويد سيل سنترال كازيشن لانج هانز جايانت سيل انا بتفرج وبقول فيبر بلاست اللي كانت جاية مع التي اتش فاهمين لمفوسايت الخلايا لمفوية اللي هي التائية وكمان معها خلايا باقية بقى وخلايا تائية سامة والدنيا خلايا لمفوية كلها جاية فاهميني انه بيحصل جماعة وبالتالي المعركة دي كلها اسمها ايه تيوبريكل جرانيولومة يبقى ايه تيوبريكل ده تيوبريكل ترجمتها الحرفية بالعرب اسمها دارانا دارانا يعني حتة بروز كده في التشو ما علينا حتى زي ما يقول لك مين حتى اللي ما زي ما يقول لك في العظم كده مثلا عظمة الهب مثلا في الاناتومي يقول لك مثلا اني ايه ليها حاجة اسمها لسر تيوبريكل و جريتر تيوبريكل او لسر تروكانتر و جريتر تروكانتر تمام يلوس تروكانتر او تيوبريكل ما علينا فتيوبريكل يعني بروز فبيسلموا الحتة دي ايه جماعة تيوبريكل جرانيولومة فمن هنا جاي اسم البكتيريا تيوبريكلوزيس فهمنا نجي منين اسم البكتيريا طيب كويس خالص قال لك والله التيوبريكل دي بتكون موجودة فين قال لك التيوبريكل دي يا جماعة ممكن تحصل في التشوف الرئة ولكن احنا النهاردة ما بناخدش بطنة احنا بناخد مين بناخد جراحة فعوزين حاجات فيها مين جراحات وكده قالك الحاجات اللي بتتطلب جراحات غالبا حاجات الليمف نود فبما ان الموضوع المحاضرة عن الليمف نود يا جماعة فهنتكلم عن الليمف نود فممكن المعركة دي تحصل فين جوه الليمف نود يعني دلوقتي انا عندي مين الليمف نود ممكن المعركة دي يعني الليمف دي يا جماعة اللي هو التي بي يدخل لللمف نود ويحصل المعركة دي جوه الليمف نود الله دخلت جوه الليمف نود ودي عندي مين ليمف داكت اهو او ليمف فيسل وعندي ليمف نود تاني بعد كده ليمف داكت ولمف فيسل وهاكذا وبالتالي عندي ليمف نود بالشكل ده فقالك ممكن المعركة تحصل فين دي يا دا كاترة المعركة دي تحصل جوه الليمف نود طب تخيل معايا المعركة دي حصلت جوه الليمف نود مش الليمف نود دي تبدأ تكبر ليه تبدأ تكبر عشان حصل الاتجابن. وبالتالي السديد والخلايا والبتاعة دي تعمل مين تضخم في اللمفنود. فممكن لما لو في حالة المنع ضعيفة وقدرت البكترية انها تهرب من من التجابن ده او تروح من اللمفنود تذهرب من المعركة دي وتروح لل اللمفنود اللي بعدها. تلاقي خلايا باقية وتاقية وتروح تعمل ولنجهان ونفس الكلام اللي شروحناه. وتعمل مين؟ تعمل معركة جوه اللمفنود. وبالتالي اللمفنود واللمفنود لما يكبروا. يبقى شكلهم عامل كده. بص كده. دي الليم في دكتا هو. ودي الليم في نوت بس كبرت عن الطبيعي. ادي اللي هي دي. وبص لجنبها برضو لجنبها كبرت. فتحس ان الليم في نوت بدأوا يحصل لهم ايه يا جماعة? يدخلوا في بعض كده. مش فهمين الفكرة? انا برسم بالخطوة اهو عشان تكونوا فاهميني. شايفوا الليم في نوت دي كبرت والليم في نوت اللي جنبها كبرت. فتحسوهم بدأوا ايه? يلزقوا في بعض كده. يقولك حصل حاجة اسمها كوليس. كوليس يعني اتحاد كده مع بعض. كوليسز. كلمة كوليسز دي يا جماعة. كلمة كوليسز دي معناها ايه? انهم بدأوا ايه? يفتحوا على بعض بالبلة دي. فالليم في نوت كده يدخل في الليم في نوت اللي جنبها. تمام? طيب. لكن المشكلة هنا ان ان البعدين وبعدين يعني ايه اللي يحصل بعدين? قالك والله بعدين ان ممكن الليم في نوت دي الكوليسز والصديد ده يبدأ يفتح على الجلد يعني ايه يعني هنفترض مثلا ان الليمف نود دي مثلا كانت في الدراع مثلا او كانت في الوش هي غالبا بتكون في الوش الليمف نود بتاعت الرقبة تمام ولكن هنفترض ادي ليمف نود اهي بصوا كده ادي مثلا الجلد و ادي هنا في مين ادي ادي ليمف داكت و ادي ليمف نود اهي و ادي الليمف نود اللي بعدها مثلا يعني اي حتة فيها ليمف نود ممكن الليمف نود دي تنفجر بسبب الصديد بقى والبص والكزيت إنجج متيري ألي جواها فتخيل لما تنفجر الحاجات دي تطلع فين يا جماعة أكيد هتطلع على برة تطلع في الكنك تفتشوا يبقى تحت مين تبقى تحت الكنك تفتشوا إيه لتحت الكنك تفتشوا ده اللي هو الهاوس اللي كانت فوق اللي هو الصديد اللي كان فوق اللي هي المادة اللي عامنا زي الجبنة الكازيتن متيريال مش كده يا جماعة أه طب لما فتحت تحت الجلد اللي هي الكازيتنج أو الماتيريال مش كده دي الشيزي يعني هي يعني عملنا زي الجبنة كازيتن تمام? عشان عام زي الجبن كازين كازين ما تفهمتك تمام? ايه ده جماعة عملتني ايه ده يعتبر? ده يعتبر خراج. مش لما الليم في نوت فارقعت كده. عمل لي خراج تحت الجلد يا جماعة ولا ايه? مش ده يعتبر بقي خراج لو فتحت الليم في نوت تحت الجلد. يا جد كاترة. مش ده الخراج ده? الابسس? تمام? الابسس ده مش ده ابسس ولا ايه? ولا انتو مش فهميني ولا ايه? ده ابسس ده كاترة مش كده? فده ابسس اهو. مش كده يا جماعة ولا ايه? ده ابسس ده كاترة. الابسس ده بيسموه او ليه صفات معينة الابسس ده. ايه الصفات المعينة بتاعت الابسس ده? قال لك والله الابسس ده بيتميز ان خلايا تي بي ما بتكونش من الحاجات اللي بتخلي الجسم يسخن. هي اه مكان يعني بص كده خلايا زي الستريبت فوق. قلتلك بيكون معها فيفر. مش كده? هنا مفيش فيفر. هنا مفيش ايه يا جماعة? مفيش فيفر. ليه? لان التي بي ما بتطلاشي بايروجن. التي بي ما بتطلاشي بايروجن يعني بايرو حرارة هتيقولك اللي هو مين? الحلال ال بايركس اللي يعني الحرارية. فبايرو بايرو ماناه حرارة. جن بتعمل جن يعني جنيسيس بتولد حرارة تمام؟ فالخلية التي بي دي ما بتطلاشي حرارة. لكن يعني بحكم حدوث الالتهاب. وحكم حدوث الفازوديويليشن. وحكم حدوثة المناعة. أكيد في المنطقة دي في فازو ديليشن فأكيد هتحس إن المنطقة دي إيه سخنة شوية ما كانت صديد يعني أي منطقة فيها مين التهاب سخنة شوية لكن الجسم نفسه مش سخن فبالتالي قال لك إيه قال لك طب إزاي ده التهاب ومش معاه حرارة يعني ضمن ضمن الكاردينال ساينس اللي هي العلامات الأساسية لوحدوث الانفلاميشن إن يكون معاه فيفر حرارة قال لك خلاص قال لك البكتيريا دي هو آه في حرارة خفيفة يعني هو مش معناها إنها تلجى لا لا سخنة سخنة بس معهش حرارة في الجسم هي المنطقة نفسها سخنة شوية ولكن هو عموما مش مخليه الجسم سخن قال لك خلاص نسميها الكولد كولد إيه جماعة نسميها كولد أبسس كولد إيه كولد أبسس ليه كولد بردة عشان مش عاملة سخونة في الجسم عشان البكتيريا دي مش بتطلع بيروجين أما هي الهوت أبسس يا دكتور يعني انت بتقولي طالما كولد أبسس يبقى فيه يا جماعة الهوت أبسس العادية الخراج العادي بتاع البكتيريا اخوا عد عنده خراج فجسمه سخن وتعبان ده اسمه الهوت أبسس بتاع الانفيكشن لكن الكولد أبسس بتاع التيبي طيب والأبسس مش الأبسس ده لهو الخراج عاوز مسلا نستريبت أو مسلا عاوز صديد بقى وكده بس ده مش صديد صديد ده مادة شيزي ماتيريال يعني ده مش صديد خام مش صديد اللي هو بص لا يا جماعة نكروتك تيشو مع جرانيولوما معه فايبرس تشو معه شيزي ماتيريال مادة زي الجبنة فهو مش تبكة الأبسس عشان كده المقولة المشهورة يقولك ان الكولد أبسس ولا كولد ولا أبسس اما اللي يا عم انت بتقول كولد أبسس اوه هو وصف بس مش دقيق ولا كولد لانه معه سخونة بسيطة ولكن بس مش بيعمل فيفر زي الانفكشن العادي ولا أبسس ده شيزي ماتيريال فاهميني الفكرة؟ ولكن هو عمل خراج وبالتالي والله هي ولا كولد ولا أبسس ولكن الاسم جرى ان هو يسمى كده وخلاص يعني طيب فدلوقتي حصل تي بي لمفادينايتس دا كرونيك مش كده وولنا بيتصيبك بحاجة اسمها زيان نيلسين ستين أسد فاست باسل لاي والميديا بتاعته مش مهمة خدناها في المايكرو زمان اللي هو الدرزة إيج أجار اللي هو بيكون فيه مالاكايت جرين ده اللي هو سبيسيفك ولونشتاين جينسن ميديا حكيت مايكروبيلوجي دي مش مهمة خالص المهم لو سالك في هي نفسها ايه جماعة هي نفسها اللي هو الجرانيولومة ايه مكوناتها جينت سل عملاقة اللي هي المالتينيوكلياتد أو اسمها لانجهان تمام مش لانجرهانز بتاع البنكرياس لانجهان فايبربلست لينفوسايت والماده الكازيشن فديك مكونات الجرانيولومة أو الجرانيولومة أو الجرانيولومة فهميني طيب وهي ولا كولد ولا ابسس دول المعلومات اللي اطلعنا بيها السؤال اللي بيطرح نفسه جت منين وجات ازاي لللمй وجات وصلت ازاي وصلت ازاي لللمي فينود يا جماعة تعال ان نعرف ازاي يعني نحن نفهم الى detectors ستياسة Jeśli Ein-Please نحتاج أرسم مين المي في نود دلوقتي عشان boil f est الليم في نود بالطبيقية شكلها شبه الكيلورية يعني شكلها شبهه الكاليوية يعني شكلها شبه الكاليوية اللي هو عبارة عن كده شقولها مين O-otechnology كدهassadors وبما انها ليس على ت APP يعني شكلها شبه الكاليوية وفي هنا مد dafür ولمنذي الكثير من خلف الفورنة وهو ، يعني من الان اشتركين الفورانة فتحدث عن خلف الفورانة فشلق يجبあのام اللي يجيب بفتري فيها لها ايفرنت بالشكل ده تمام لها ايفرنت فيسل وليها افرنت اللي هو بالشكل ده افرنت ده اللي هو جاي منه زي اي حاجة وبعا كده اللي بقى. تمام? يعني انا عندي فوق بلا هو الكورتكس دي جماعة. اللي هو فيها الخلال الباقية وتايل كنت بتكلم عنها والمكروفاج والكلام ده. تمام? وفي بعد كده مين فيه الهيلم? اللي هو الجزء ده اللي بيدخل منه البلوت فيسل. اللي بيغزيه. حد يقول هو في بلوت فيسل ايو طبعا يا جماعة. اللي بيغزيه. يعني يعني مسلا زي القلب. هو بيطلع منه اورطة يغزي الجسم. والعزلة نفسها ليها بلوت فيسلز طيب. ففي مين ارتر هنا. انا ايه اللي عملت? انا عملت للمفة اهو. تمام? من مهم? في ارتر وفي فين عادي جدا ووصلين ليها وبيغزوها بقى تمام? الجزء بقى اللي داخل فيه الارتر والفين اللي هو بيتفرع بعد كده فيه الارتر والفين الكابيلز بالشكل ده. اسمه المين الميضلة. ماشي? يعني الجزء ده الميضلة اللي هو قلب الليمف. اظنوا ده كلام بدايي كده كلنا عارفينه. ده شكل مين الليمفنود استركتشر. طيب. كويس? خالص? السؤال دلوقتي? ايه اللي جاب التيبي للمفنود عشان يعمل الكلام اللي احنا قلناه بدري. احنا مش افترضنا ان حتى التيبي اللي اتكلمنا عنها دي. ان التيبي وصل للمفنود. تمام? طيب. ايه اللي وصل التيبي لللمفنود? قال لك والله التيبي ممكن توصل الللمفنود عن طريق طريق عن طريق طريقتين. الطريقة الاولى انها توصل عن طريق الدم لان التيبي ممكن يجي encourage طريق الدم يا جماعة. حد مسلا انه اخد دم ملوس حاجة اسمها لو فاكرين من من السنة تانية اللي هو في الرقا بعد كده من هنا عوقعة راح انتشر زي الجيش في الدم يعني جيش تمام? وانتشر زي الجيش في الدم اسمه تمام وصل عن طريق الدم اه او وصل عن طريق الليمف يعني وصل عن طريق الليمف من هنا. طيب تمام يبقى انا عندي احتمالين الاحتمال الاول يبقى بكس كده احنا ممكن نسم مين نقسم البلد نصين كده بس عشان نعرف افهمك بس الفرق ما بينهم انا ممكن اخلي النص ده مسلا مين للجزء كده واخد كمي مسلا كده ماشي ونحط مسلا ايه واحدة وصل عن طريق الليمف واحدة وصل عن طريق الدم يبقى فيه وفي بلود بورن بلود بورن ده جماعة انا اوصل عن طريق الدم تمام وصل عن طريق الليمف تعالوا نخلي هنا الجزء ده اللي هو اللي وصل عن طريق الدم اهو هنا ده اللي هو مين ده اللي هو وصل عن طريق blood born وصل عن طريق وصل عن طريق الدم تمام blood born او ليه اسم تاني اسمه lymphadenoid type اللي بيوصل عن طريق الدم اسمه lymph adenoid type تمام يا جماعة وهنفهم كل حرف ان شاء الله lymphadenoid type وفيه نوع تاني بقى وصل عن طريق مين وصل عن طريق اللمف واسمه lymphatic born يبقى فيه نوع تاني ده وصل عن طريق مين وصل عن طريق الليم في اسمه ايه اسمه لمفاتيك لمفاتيك بورن مش كده ممتاز يبقى فيه بلوت بورن وفيه لمفاتيك بورن طيب طيب لو التي بي وصلت عن طريق الدم تتوقع توصل لفين يعني دلوقتي التي بي دخل عن طريق الدم وصل لفين عن طريق الدم هتلاقي التي بي وصل من الدم يا جماعة هتلاقي التي بي وصل من الدم راح دخلك في الهيلم يعني موجود في قلب مين قلب مين قلب الليم في نود موجود في الهايلم مش كده ولا ايه يعني التي بي كده لو وصل عن طريق الدم بلاد بورن هتلاقيه متجمع في مين في الهايلم طيب اهو بالشكل ده طيب لو التي بي وصل عن طريق الليم في فيسل يعني وصل عن طريق يعني جاي من الليم في كده ووصل عن طريق الليم في هتلاقيه متجمع فين ده كاترة تتوقع هتلاقيه متجمع فين والله هتلاقيه متجمع تحت الكابسول يعني الليم في ده اللي هو بيصب الليم في جماعة كده تحت الكابسول فاهمين الفكرة اهو هيتجمع تحت الكابسول وتلاقيه بينتشر حوالين كابسول كده او حوالين الليمفنود يسموه بيري ادينايتس فهمين الفكرة عمل التهاب حوالين الغدة يبقى دلوقتي ممكن يوصل عن طريق الدم بالشكل ده انا اعمل رسومات اهو توضحية جدا جدا مفاش مجال لان حد ما يكونش فاهم تمام فانا عندي دلوقتي نوع ممكن يوصل عن طريق الدم بنسميه بلود بورن او لمفا دينويد تمام وعندي نوع بيوصل عن طريق مين الليمف ويوصل عن طريق الليمف ينزل تحت الكابسول بالشكل ده ويبقى اسمه ويعمل لي لمف بيري ادينايتس فهمين الفكرة السؤال اللي وصل عن طريق الدم على بال ما يكبر على بال ايه جماعة على بال ما يكبر يعني ايه على بال ما يكبر الليمفنود زي ما احنا اتفقنا فوق مش قولنا ممكن الليمفنود تبدأ تكبر بالشكل ده طيب النوع اللي وصل عن طريق الدم فبقى في قلب الغدة على بال ما يكبر ويخلي الليمف تكبر في الحجم. ده ياخد وقت طويل ولا بسرعة يحمل كده. هقول له والله مش فاهم. هقولك تبطى على شرح لك علم في اسهل. اللي علم في ده لما يعمل لي تحت الكابسول تلاقي الغدة كبرت بسرعة ولا اخدت وقت على بل ما تكبر. هقول له تقول لي لا والله اللي تحت الكابسول يبدأ البص اللي هو يضغط على الكابسول ويعمل له مين? يكبر الحجم بتاع الغدة بدري. وبالتالي هلاقي اللي من نوع اللي مفاتك بورن كبر بسرعة. فاهمين? لكن النوع اللي وصل عن طريق الدم بدأ يكبر. طب وهيكبر ايه? هو في الميضالة يبدأ ينتشر كده. وبعد ما ينتشر يوصل لهنا وبعد كده يوصل لهنا. على بل ما يوصل للكورتكس والكابسول ويزق الكابسول لبره يكون اخد فترة كبيرة. فاهمين الفكرة? عشان كده يقولك ان النوع اللي مفاتك بورن النوع اللي مفاتك بورن يا ده كاترة ده بيحصل الغدة بتكبر بدري. يقولك يحصل فاهمين الفكرة? ده النوع اللي هو وصل عن طريق الليمف لكن النوع اللي وصل عن طريق البلود. ليت ليمفنود فاهمين يا جماعة الكلمة? ليت ليمفنود كازيشن. طب الاللارجم تفهمناه الكازيشن ليه ليت هنا في البلود عشان هنا في الميضالة بعيدة عن الخلال الليمفوية. الخلال الليمفوية في الكورتكس. عشان كده مجرد ما وصل عن طريق الليمفوية في الكورتكس. عمل لك early early كازيشن. لان الليمفوية التائية والبقية والكلام دي كله في الكورتكس. لكن لو وصل ميضالة ولا في تائية ولا بقية مش حاسها بحاجة. على البل ما التي بي يبدأ يكبر 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 لحد ما يلمس مين الكورتكس ويوصل للجرم. سيلز. فهمين يا جماعة? وبالتالي يا جماعة الكلام سهل خلص ومفهوم والله يعني انا فهمولك بالحرفة البلود بورن اللي وصل عن طريق الدم وصل عن طريق الدم فهو المناعة مش حسة به لأن الخلايا بقية وتاية دي موجودة في المسلسات الفي الكورتكس دية فاهميني؟ وبالتالي النوع البلود بورن اللي هو بيدخل عن طريق مين؟ هتلاقيه دخل عن طريق الهايلم مش كده؟ مش كده جماعة ولاقيه دخل عن طريق الهايلم وبالتالي لما دخل عن طريق الهايلم هيعمل لارج لينفنود بس ليت يعمل ليت بري أدينايتس يعمل ليت كازياشن مش كده يعمل LATE CASEYATION تمام مش كده ليه لات كASEYATION على بل ما انا هتحس بيه على بل ما الخلايا تكون كبرت 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 لحد ما مالت الليم فنود من جوه فيعمل LATE CASEYATION يعمل لات اتحاد فكرين الاتحاد اللي قلت عليه من شوية طيب بص الاتحاد اللي من شوية فيه كده اتحاد يا جماعة اللي ممكن الخلايا اللي هي الليم فنود انها تكون متحدة مع بعضه بالشكل ده بص كده افهمك حاجة برضه و اكتبها معي الليم في نود يوجد همونbs قد May � بالبلدي مبعترة لمفلود مبعترة كده تمام؟ أنا مش عارف إيه ترجمة حرفية ميها يعني بس مفهومة فسكترد يعني سكترد كده ماشي؟ طيب تمام قالك ممكن يقربوا من بعض شوية يبقى اسموهم ديسكريت يعني ديسكريت يعني منفصلين عن بعض هما إيه؟ مش متبعترين لأ منفصلين عن بعض ديسكريت قريبين كده بس منفصلين عن بعض قالك ممكن النوع الثالث إنهم يكونوا ناتد ناتد يعني ملزقين ومعليش يكتب الترجمة بالعرب معايا يعني ملزقين كأنك ماسك بلح عجوة وروح تلزقتهم في بعض لو هما ملزقين عملي كتلة واحدة لكن لو فصلت البلحاية دي عن دي هتدقى هتتفصل كأنك حاطت كم بلح عجوة كده مين ولزقتهم وحطتهم مع بعض اسموهم ماتد ماتد يعني متلزقين كلمة ماتنج معنها تزاوج فدول ايه؟ متزاوجين ملزقين طيب لو لزقوا في بعض لغاية ما بقيوا عجينة يعني ايه عجينة؟ يعني متعرفش تفصلهم تاني يعني شلت النوة من البلح وروح مسكت العجوة كلها كده وضربتها في الخلاط عملتلي كتلة كبيرة كتلة دي هلا عرف تفصلهم عن بعض؟ لا اسمها تمام؟ المصطلحات دي مهمة جدا يعني كتلة تخينة كده مش هتعرف تفصلها عن بعض يبقى انا عندي اربع اشكال لللمفنود سكتارد وده موظم اللمفنود العادية بتكون سكتارد يعني كده ايه؟ مبعترة ديسكريت يعني منفصلين عن بعض هم مش ملزقين في بعض ملزقوش عن بعض هم مرأيبين مش لزقين يعني في مسافة من كل واحدة والتانية طب مفيش مسافة ولزقو زي البلح العجوة عجوة عجوة تمام؟ لزقو زي البلح بلح العجوة اسموهم ماتد طب بيقوا كتلة واحدة فعملوا الحاجة اسمها مين؟ امالجاميتد لو حد معاها أخوف أسنان أو يعني عنده فكرة عن حاجات الأسنان وحشوات الدروس أكيد سمع عن حاجة قبل كده اسمها حشوة الأمالجام حد عارفها جماعة؟ الأمالجام ده يعني كلمة أمالجام في الأصل معناها مين؟ عجينة كلمة أمالجام معناها عجينة ففي نوع من الحشوات اسمه حشوة العجينة عبارة عن أمالجام زئبق بيكون كده فيه مين؟ جايبين زئبق كده وعملين منه حشوة يحطوها في الدرس المساوس تمام؟ اسمه أمالجام يعني عجوة يعني مش عجوة عجينة العجوة يعني إيه؟ حاجات ملزقة في بعض كده بس ينفع يتفصله ينفع يتفصله لكلم مش مفصلين الـ المفصلين تمام؟ طيب قال لك والله اللين في نود لما بتقعد تكبر بالشكل ده بتكبر وتعمل لي وتدخل في أمالجاميتد السؤال مين يحصل له أمالجاميشن بدري؟ اللي يحصل له أمالجاميشن بدري؟ اللي بيكبر بدري؟ يعني مين اللي كان بيكبر بدري؟ الليمفاتيك بورن لكن دي على بال ما تكبر تاخد وقت كبير جدا يبقى برضو ليه؟ أمالجاميشن للليمفنود مش كده؟ حد يقول لي يعني هو في الأصل يا دكتور إن المفروض يحصل أمالجاميشن مع التي بي؟ أيوة ما لسه شرحها أهو يا جماعة مش ههو قلت لك يحصل كوليسز يعني اتحاد بس هنقول عليها في الليمفنود أمالجاميشن تمام؟ اكتبوا المصطلحات دي يا جماعة تمام؟ أمالجاميشن يعني لازقوا في بعض كده بيقوا عاجينة ما بقتش دي ليمف و دي ليمفنود بقى فاتحين على بعض في شقة و شقة و شقة و شقة رح تفتحتوا الشقتين على بعض فاهمين يا ده كده الكلام اللي ما يقوله؟ فده اسموا مين؟ أمالجاميتد فهمناك كده فكرة؟ طيب تمام؟ أو ممكن برضو الليمفنود تكون شكل تشين سلسلة و دي زي ما خدناها في الججلر ولكن ملهاج لازمة معانا يعني التي بيه عايزيني نعرف بس كلمة ماتد و أمالجاميتد بيتعجينة كده على بعض تمام؟ يبقى أمالجاميتد ليمفنود طيب تعالين نشوف الليمفاتيك بورن مقارنة بقى بالمرة الليمفاتيك بورن بيكون إيرلي 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 ليمفنود تمام؟ يعني إيرلي 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 في الليمفنود إيرلي بيري يعني إيرلي إيرلي بيري ليمفودينايتس مش كده؟ طيب تمام؟ وبالتالي جماعة البلد بورن الأرجانيزم معناه أنه هو بيوصل عن طريق البلد اللي بيدخل للهيلام فيدخل في الميدالة فيحصل ليت كابسولر أو حتى كبب بعض الكتب زي كتاب دكتور مطري كمان كتب نو أفكشن للكابسولر ماعتبرها نو خالص تمام؟ ولكن أنا أقول لك إن هي ليت تمام؟ نو ماتنج أو مش هيحصل أمالجاميشن أو ماتنج أنت فمت خلاص الفرق بين الأمالجام وبين المات تمام؟ الماتنج اللزاقة ولزاقة أكتر يبقى أمالجام عجينة بقى تمام؟ نو كولد أبسس كمان اللي هو كمان المناعة مش هتشوفها لأن المناعة للترائية والبقية دي في الكابسول من بره تمام؟ طيب نيجي بعد كده المين الليمفاتيك بورن إيرلي ليمفنود متاساس إيرلي ماتنج إيرلي كازيشن أو كولد أبسس تمام؟ طيب الكولد أبسس يا جماعة ده لما بيحصل الكولد أبسس بتاع تي بي لما بيحصل في النوع اللي هو الليمفاتيك هو ممكن يحصل في النوع البلد ممكن ليت قولها ليت يعني عشان الناس تقول ليه طب ليه دكتور ما بيقصرش في البلد ليت يا جماعة ليت يا جماعة طيب النوع اللي بيحصل بيحصل نوع مميز كده من الأبسس هو الكولد أبسس تمام؟ ولكن بيسموه اسم صغير كده ايه هو الاسم ده؟ قال لك والله بص كده تخيل معايا قادي ليمفنود ده بص كده معايا يا جماعة قادي فيه ليمفنود ده يا جماعة حتى كده اقول لنا هي مش بص بص لأ دة كي 되게 دقة متيريال . تمام ! طيب قال لك والله ده كلدها أبسسس بهذا ديت كلدها إبسسس له Consulة يعني اتبع يكون اللون موضح شوي لي أنا أصدي أي يعني تمام طيب قال لك وبعد على pulse العرب هر محضوظ كفين تحت the fascia يعني أنا عندي من فوق ده خالص ده جماعة على الجلد وقال لك بعد كده عندي من عندفاحية والسو برشة الفاشيةoquية الذهاب الغزحى على الSabes و Stateさ하� người diop faccia قال لك ما تحته كده ال lmHE فيه الساب كوتينيس تيشو أو السوبرفيشي الفاشية قالك الأبسوس ده ده كاترة قالك والله أول حاجة بيعمل إيه قالك بيخرم ديب فاشيا يعني لو أبسوس ده كبير يبدأ مع الوقت يسيح الديب فاشيا لأنه في الأول والآخر ده حاجات منعية يا جماعة فعبارة عن فيها مين مادة تسيحية لأنه كان فيها ليه كانت بتسيح لأنه كان فيها من ضمن اللي هو الكازيس ماتيري ده اللي كان فيها اللي هو جماعة بدري اللي هو الهايدروجين بيروكسايد الشوارد الحرة فتبدأ تدوب في التشو فتبدأ تدوب في التشو فتطلع كده من التشو كمان ممكن تدوب الساب كوتينيوس وهكذا فبص كده فبقت محشورة ما بين الجلد يعني هي لسه ستيل تحت الجلد حتى الآن تحت الاسكن هي تحت الاسكن لكن خرمت الفاشية وكمان ممكن تخرم من الديب والسبريفيشة الفاشية وتفضل كده الفاشية محوطاها يعني أنا لو بصيت عليها من قدام بص كده قدي الفاشية أهي قدي الفاشية وفيه خرم كده في الفاشية طالع منه مين يا جماعة الخرم ده طالع منه كيزيس ماتيريال طب الفاشية دي اللي طالع منها الكيزيس ماتيريال متغطية بقدام بالاسكن فهمين؟ يعني قدي الاسكنه هو الاسكنه هو من قدام مغطي عليها وراها كده الساب كوتينيوس وديه فاشية فيها فتحة طالع منها الكيزيس ماتيريال اهي دي صورة من قدام وده صورة من على الجنب ده الكيزيس ماتيريال فقال لك والله بنشبه الشكل ده يعني كأن مين كأن اللي هو الفاشية دي كأنها تي شيرت كأنها ايه تي شيرت ايه علاقة تي شيرت بالفاشية مش التي شيرت كده يا جماعة عبرها عامل كده هو بص كده التي شيرت مش عامل كده يا جماعة عامل كده هو وليه زي الرقبة وانت بتطلع رقبتك من التي شيرت ده الرقبة بتاعت التي شيرت اسمها الكولر مش كده الجزء ده اسمه الكولر يا جماعة تمام فقال لك والله بينشبه الكيزيا سماتيريا كأنه إنسان وطلع راسه من التيشرت كده فكأنه كيزيا سماتيريا وطلع من التيشرت ده فسموه كولرشتاد أبسس كولرشتاد أبسس اللي هو مين؟ الخراج اللي هو طبعاً من تحت الجلد ده طب حد يقولي طب يا دكتور مش ممكن يخرم الجلد؟ ممكن بس في الحالة دي ما بقاش أبسس ده بقي صينس ما بقاش أبسس بقي صينس يا جماعة تمام بقي صينس يا ده كترة الصينس ده عبارة عن إيه؟ إنه خرم الجلد ويفتح على بره بقى مش كده؟ بقي صينس يا ده كترة ما بقاش أبسس يعني أنا أبسس ده لو كان تحت الجلد لكن لو خرم كمان الجلد وفتح بل بره كده فيبقى اسمه صينس جيب صينس والصينس ده بيحتاج بقى يتفضة وماشي فلو طلع بره الجلد ممكن فعلاً يطع بره الجلد بس في الحالة دي اسمه صينس لكن لو فضلت تحت سابكولينيس تشو وفرقع بس سابكولينيس فممكن يعملي نوع من الأبسس اسمه كولر اشتاد ايه؟ طبعاً اشتاد دي كلمة ألمانية تقريباً في نقطة اللي بتكتب بالإس هي تمام؟ كولر اشتاد أبسس طيب ايه الفرق بين الأبسس العادي والكولر اشتاد؟ هما الاتنين إنه هما فرقع كده الصديد لكن الكولر اشتاد إنه هو طلع من فتحة صغيرة خرم بسبب البيروكسيديز الكلام تك عنه ده اللي بيسيح تشو خرم اللي بضيب فاشية والسابكوتينيس فاشية وطلع كده من حت رفيعة اللي خرمها كأنه بز كده تمام؟ زي كده المرهم لما يبز كده اسمه كلها اشتاد أبسس فهمينك كما يقوليه ولا لأ؟ فده حاجة مميزة لمن؟ بتحصل طبعاً أكتر مع الليمفاتيك بورن لأنه ده اللي بيحصل مين؟ فرقع بدري عكس ده بيكون في الميضالة غالباً ما بيحصلش مع الكلام ده تمام يا جماعة؟ طيب فهمناك كده فرق بين الليمفاتيك والبلود بورن؟ السؤال برضو ممكن فيه سؤال وجودي بعض الناس تتسأله طب هو إيه اللي خليه أصلاً يوصل عن طريق البلود أو عن طريق الدم؟ يعني انت قلت هنا فيه نوع بلود بورن ونوع بليمفاتيك بورن إيه اللي خليه أصلاً يوصل عن طريق يعني إيه اللي يدخله الحاجات دي؟ والله يا جماعة احنا بنتكلم عن مين؟ عن الانفكشن تعلم في نود وقلنا بدري ان الانفكشن بتاع الليمفنود ممكن يجي عن طريق مين؟ حد فاكر قلنا ممكن ان نانس بالسفك عن طريق ان حد تتعور فدخل عن طريق التعويرة للجلد والجلد ده رح يمتصه الليمفنود مش ده اللي كان بيمتص الحاجات الكبيرة لم يكنش تدخل في الدم حد فاكر فممكن يدخل عن طريق الليمفنود عن طريق حد تتعور يعني التي بي دخل ازاي؟ ممكن يدخل دايريكت عن طريق حد كح فيدخل عن طريق الدروبلتس يعني هو ممكن يجي عن طريق دروبلتس حد كحف وش حد حد عنده بولمونري تي بي فيدخل عن طريق دروبلتس وعن طريق دروبلتس بقى يدخل عن طريق مين دروبلتس يدخل للنفس بقى بتاع الشخص ده او عن طريق الانجسشن ازاي الانجسشن في نوع يا جماعة اسمه بوفاين تي بي بيجي في لبن البقر تمام فالناس اللي بتحلب بقى تشرب اللبن على طول كده من غير ما تغليه يدخل لها تي بي او دايريكت يعني دايريكت زي اللي شرحته فوق في النونس بالسفك بتاع ان حد ماشي وتعور ودخل عن طريق الووند ماشي حد اتعور في ايده حد اتعور يا عمو هو بيخلب البقرة فدخلت التي بي عن طريق التعويرة فتاسمه دايريكت او دروبلت لو كان نوع لو بالمونري يحدد اقلو الحد ومن هنا ومن هنا ومن هنا اي حتة يدخلها يروح بقى على الليمفنود اللي بتدرين من الحتة دي يعني مثلا لو وصل مثلا لمن يا جماعة لو وصل مثلا عن طريق مثلا الفم او عن طريق اللوز فيروح للقضاء اللي هم ايه اللي هو يعني لو دخل عن طريق الفم مش تكلمنا يا جماعة الكلام دا بدري لو دخل عن طريق الفم مسلا حد يطلب كحف او الeline الم Opera الـ Upper Digester Cleanphenode أو الـ Upper Limphenode اللي هم Juggler Digestical كلمت عنها بدري مش كده؟ وده الـ Communist على فكرة يعني الـ Communist اللي هم يدخلوا منين؟ من الـ Upper Cervical يعني في المستوى رقم كام؟ المستوى رقم كام ده كاترة اثنين مش كده؟ المستوى رقم اثنين يعني ده الـ Communist لأن منطقة الفم ومنطقة اللوث كلها بتعمل Drainage للـ Upper Deep Cervical مش قولنا فيه Upper و Middle و Lower Deep Cervical اللي هم الجuggلوا؟ خلي بالك الـ Deep Cervical هم نفسهم اللي على الجuggلر تمام؟ فغالب يمكن يسألك ايه الـ Communist مثلاً الـ Level؟ انا بحاول اربط لك الـ Levelات بالشرح بتاعنا فالـ Communist Level رقم اثنين لأن غالباً بيجي عن طريق مثلا الـ Ingestion بتاع اللبن فيروح يدرين في الـ Upper Deep Cervical تمام؟ ويعمل لك الـ Upper Deep Cervical كلها تتصاب انا مش فهمتك ايه فايدة الـ Level؟ يعني هو مثلاً تلاقي مثلاً ان الـ Upper Deep Cervical كلها تصابت اللي هو الـ Lymphnode دي ودي ودي اللي من أول الـ Bezo of Zebrain لحد اللي هيويدو بون يقولك عملي حاجة اسمها Brimary Complex يعني ايه Brimary Complex؟ يعني الـ Upper Deep Cervical Lymphnodes كلهم تصابوا فهمين يا جماعة؟ طب لو عن طريق الرئة عن طريق الإهاليشن يدخل الـ Media Steiner Lymphnode اللي هو رقم كام؟ اللي هو كان رقم سبعة كان اسموهم Media Steiner Lymphnode حد فاكر انا بدرب عصفرين بحجر بشرح حاجة جديدة مع مراجعة فهمين؟ Media Steiner Lymphnode طب افرض يا عم يعني بلعوا باللبن فيدخل للـ Lymphnode اللي في الأمعاء اللي في الأمعاء اللي في الأمعاء زي الباير باتش أو الميزينتريك Lymphnode فيه Lymphnode في الأمعاء يا جماعة اسمها ميزينتريك Lymphnode طب بالله عليك ده يعتبر Brimary ولا Secondary لا ده Brimary Route اللي أتكلم لك كلمة طريق بتتنطق Route يعني الناس دايما لقيها بيقولوها Route تمام؟ بتتنطق Route اللي هو معناها طريق أو مصار ما علينا تمام؟ فهو بجريبا ده Brimary Route إنها دخلت عن طريق Upper Deep cervical وده كومونست يبقى بص كده يبقى Lymphnode دي مين يا جماعة دي دي تعال نعتبر كومون زي بقولو ده كاترة ده Upper Deep cervical Lymphnode كفانيه مستوى رقم اتنين فاكرينه ولا لا ده Upper Deep cervical حد يطب ليوند كانت شقم واحد واحد ده بتاع الأسنان الساب بنتا لو ساب من دي ملور تمام؟ Upper Deep cervical Lymphnode اللي هو بيدرن من اللوز بقى ومن الفارجس ومن الكلام ده كله تمام؟ من اللوز من اللوز يا جماعة عشان اللي هي بتجي في اللوز بقى اللوز أول ما يدخل كده تروح تلقطها تمام؟ طيب تمام؟ وده أكتر نوع شائع بيسموه إيه بقى لو يصيب بقى Lymphnode كله فيسموه يا جماعة ايه؟ Complex primary complex طب لو تنفسه يدخل عن طريق pulmonary رقم سبعة كلام سهل طيب لو شربه يدخل للميزنتريك Lymphnode في الانتستين ومن الليمفنود بقى يعملك الكلام ده؟ عرفنا منين دخل لللمفنود أهو؟ من الطرق دي يا جدا كاترة يعني لو كان حاجة مثلا دخلت حد كحة فوش حد فدخل عن طريق دروبلت مساكت اللوز وده أكتر حاجة شائعة يدخل في الأبر دي بسيرفايكا Lymphnode يعملي primary complex تمام؟ وهكذا ميديا ستاينال ميزنتريك لو كان شرب لبن فاهمين الفكرة؟ يجي حاجة اسمها مين؟ Tabis mesentrica يعني لو دخل عن طريق الانتستين يعمل لك انتستين complex يعني ايه كومبلكس ده كاترة؟ يعني كل الليمفنود تتصاب اللي في الليفل يعمل لك انتستين كومبلكس فاهمين الفكرة؟ زي ليفل 1 زي ليفل 2 كومبلكس اللي كان مع القبر دي بسيرفايكا انتستين كومبلكس تمام؟ الانتستين كومبلكس ده نلاقي ان الانتستين هو مش بكتوبه في كتاب الأسور لكن ما قولها بسيري كده تمام؟ الانتستين حواليها كلها كده في مين؟ لينفنود كده ماشي اسمها مين؟ ميزنتريك لمفنود ميزنتريك لمفنود لو حد شرب لبن مثلا في تي بي والتي بي دي راح تحصل لها درينجي عن طريق الليمفنود دي وراح تدخلت هنا تعمل لي مين؟ فايبروزيس هنا يعني الليمفنود دي حصل طبعا كازياشا يودا كله وفي الاخر الانفنوت ده يحصلها فيبروزس فيبروزس يلوح تبي يدخل اللي بعدها يحصل فيبروزس في اللي بعدها يلوع ملكنتستاني وكومبليكس والفايبروزس ده بتاع الإنتستين بيعقبه كالسيفيكيشان فلما احيانا نعمل إكس سري كالسيوم ففيه classification على جوانب dificultan فاهمين يا جماعة الكلام ده فيه classification على الجوانب يقولك في اسمها ايه يقولك حاجة اسمها مين tapes mesenterica اه فاهمينة كتر الكلام ده اسمه tapes mesenterica وغالبا tapes mesenterica ده ما بيحصلش غير في secondary exposure يعني هي بتكون قاعدة خلاص قاعدة في اليومفنود لو دخلت من primary exposure من ingestion لو دخل بقى secondary exposure يعني ايه secondary exposure يعني ليها long time راحت البكتريا حتى clips المنع ضعفت وحصل مين؟ ري اكتيفاشن ده يعتبر اسمو secondary exposure اتعرض لها تاني يعني كان بسبب long time تمام؟ يعني لو حد شرب لبن فيه تي بي دخلت الليمفنود حصلها فيبروسس وسكدت تمام؟ لكن عشان يحصل تيب اسم زنتريكا لازم الليمفنود اللي حوالين الانتستن كلها تتحصلها classification ويبقى اسمو تيب اسم زنتريكا كلها تتحصلها classification وده بيحصل غالبا مع secondary exposure لما المناعة المناعة تقع وبالبلدي يعني بالعقل كده لما المناعة تقع هيروح يعمل مين؟ التي بي ينتشر في كل الليمفنود اللي حوالين الانتستن ويعمل التبس مزنتريكا فده غالبا يعني ايه التبس مزنتريكا ان الليمفنود كلها اللي حوالين الانتستن حصلها classification تبص عليها كده تلاقي في مين؟ نقط بيضة كده حوالين الانتستن بالإكس ري فغالبا ده حد جالو مين؟ secondary exposure ماشي؟ exposure يعني ايه مثلا رحت في الليمفنود وحصلها reactivation بعد فترة ليها long time تمام؟ re exposure او مثلا شرب لبن تاني في تي بي فرحت قويت وهكذا فبيحصل معها تي باسم زنتريكا يعني معلومة دي ايه؟ اكسترا يعني مش ملهاش لازم قوي المهمة تعرف انها غالبا بتعمل حاجة اسمها كولرشتاد أبسس لو جات في الجلد ماشية ده كترة طيب لو فتحت بقى لو خرم الكلة اللي اشتد ده بيكون تحت الاسكن طيب لو خرمت الاسكن يعمل لي ايه؟ يعمل لي اه نمسه اللعنة بيعمل لي السينوس تمام؟ الكلام ده كله مور كومن مع النوع اللي مفتك مش مع النوع البلد بورن لأن النوع البلد بورن ده بيكون في الميضلة وبياخد فترة على بال ما يعمل amalgamation أصلا يعني غالبا بعض الكتوب بتقول no amalgamation في البلد بورن تمام؟ طيب هل البص اللي بيطلع أو هل الصديد ده اللي بيطلع أو الخراج ده سخن؟ لا هو سخن بس مش زي الصديد الطبيعي اللي هو ايه مش فيش حالك الصديد الطبيعي الصديد اللي هو بيحصل عادي عموما مع البكتيريا العادية بيكون كده معه حمى وسخن لكن ده هت ايوة بس مش سخن قوي فسموه cold abscess وهو ولا cold ولا abscess يقولك مين حواليها cyanotic margin يلا ملهاش لازم يعني مثلا مين الخراج ده أو الصديد ده حوالي مين cyanotic margin ليه cyanotic margin عشان الاوعية الدموية مفعوصة فلما الاوعية الدموية تكون مفعوصة فده يخلي التشو يقعد يشفط الاكسوجين يشفط الاكسوجين لحد ما الدم حوالي التشو ده يبقى مين non oxygenated يبقى لونه مزرق ليه؟ عشان الصديد ده كأنه فاعص التشو اللي حواليه فالخلايا عملا تشفط الاكسوجين من الارتري تشفط الاكسوجين من الارتري عشان الدم مراكد لحد ما زرق ماشي يقولك حوالي مين لكن بتاعت الدم دي لا دي مختلفة دي جاية من دم يعني كانت مثلا حد عنده مثلا pulmonary TB رح طلع على الدم حصله ميلياري لما المناعة وقعت عشان كده البلوت بورن ده تقدر تربطه بمين؟ بنقص المناعة البلوت بورن ده بنقص المناعة حد كان عنده TB في الرينال مثلا أو TB مثلا في الانس أو TB مثلا في الانتستين آه والله بيجي في الأماكن دي كلها رح TB من قوته عد كل الليمف نود وصل للدم فبيسمه بلوت بورن ومن الدم وصل للمف نود تانية فهمين الفكرة؟ طيب فده يعتبر غالبا مع المناعة الواقعة وبالتالي تقدر تستندج طالما البلوت بورن ده بسبب ان المناعة ضعفت فده وصل عن طريق الدم يعني ليه خليه يوصل عن طريق الدم انه كان في الليمف الاول وصل عن طريق الدم مش كده؟ طيب فده معناه انه بيحصل غالبا في الالدرلي الناس الكبيرة مش كده ده كاترة؟ بيحصل غالبا في الناس الكبيرة عشان هما للناس اللي يكون معها منها وقع غالبا عكس ده اللي هو الليمفاتيك بورن ده اللي هو مع الأطفال تتعور مع الناس اللي يشربوا أي حاجة أي حاجة وحشة كده يحطوا قصوة فممكن انت تقول لهم الـ TB بسهولة فتلاقي ده بيحصل أكتر مع الـ Children اللي هو النوع الليمفاتيك بورن كلها حاجات استنتاجية فيش ولا كلمة حفظه والله حتى لو انت كنت بتحفظ مع نفسك لكن دلوقتي انت خلاص فهمت كل حاجة مش كده؟ ايه يعني مثلا ايه بتاعت الليمفنود يعني الليمفنود انت حد جايلك مثلا بالليمفنود انت في الرقبة مثلا اللي هي عند منطقة دي قلنا أكتر حاجة بتاعت هتلاقي مثلا انت بتعمل او بتعمل لها مين بتشوفها بقى تشوف ايه بقى اللي هتشوفوا فيها والله يعني انت بتعمل فحص كده عادي ليها ايه اللي هتشوفوا السينس بقى والسينس من الحاجات دي اول حاجة النود اللي هي افكت دي جماعة هتكون انلارجة طبيعي متضخمة متضخمة جواها صديد بقى وبتاع ده بفرض انها لسه ما فرقعتش وعملتلي ابسس يعني تمام طب هلها لها سخنة والله هنا تندر ولا نتوارم يعني ولا بتوجع ولا سخنة تمام ما بتوجعش لا انا متكلم عن الليمفنود لسه ما فرقعتش تمام بتكون هما الاتنانية يعني الليمفنود بتكون نشفة شوية تمام ليه نشفة شوية بسبب ان المناعة بتحاول تعمل فيبروزيس حواليها فتلاقيها نشفة حاجة نشفة كده وجواها مين صديد كده فاهميني فهي بسبب الفيبروزيس فاهمين الفكرة نلاقي الليمفنود وإحنا بنحسها كده ماتد يعني ايه ماتد قلتلك زي البلح كده بس لسه ما ندمجش يعني هو بص جماعة هقول لكم الفكرة الليمفنود في الطبيعي بتكون عاملة مين زي لو هنتكلم مثلا عن مين عن الفيرتكل اللي هو زي بتوع الجاجلر بيكونوا مالهم في سلسلة كده بعد كده لما يدخل لهم تي بي يبدأوا يكبروا شوية فيبقوا ماتد مش كده يعني ايه ماتد زي البلح لعجوة ملزقين وبعد ما يلزقوا يبقوا عاجينة كلهم حتة واحدة أملجميتد وبعد ما أملجميتد خلاص ملاقينش حاجة تانية يتحدوا معاها يروحوا يفرقعوا لما يفرقعوا يخرموا لي السابكوتينيس تيشو والديب تيشو بس الاسكن لسه ما تخرمش يبقى اسمو كولرشتاد أبسس خرموا لي الاسكن عملوا لي سينس الله شوف ايه راك في الخطوات دي يا جماعة يعني دي كلها خطوات في الاول لين في نوت طبيعية عملية تشين بعدين بقضوا يحصلوهم ماتنج صح كده يعني زي البلح العجوة بس تعرف تفصلهم عن بعض تمام تمام بعدين بقى مالجميشن بعدين كولرشتاد أبسس بس مخرموش لسه لسكن خرموا لسكن وفتحوا على بره على الشارع لبره باسموهم إيه سينس طيب لو أعين جايلك في مرحلة قبل يعني مرحلة من الثلاثة دول قبل ما لسه ما تفتح ولا تعمل حساة لقيا إيه تندر بقى وفيرم وناشفة شوية ننتندر أقصد وفيرم ناشفة بس مش بتوجع تمام ومات التوجزر تحسون كده إيه ملزقين في بعض اللي مفنوت تحت إيدك ما أنا فهمتك بقى يعني مثال العجوة بقى والحاجات دي كان لذيذ جدا هيفهمك الموضوع شوية تمام طيب الكونسيستنسي بتاعتها بيقولك في حاجة بتعمل دي حاجة مميزة جدا ليها اسمها يعني كلمة فلاكتشوانت دي يا جماعة فلاكتشوانت دي قلت شرحتها قبل كده لو حد فاكر قلتلك معناها عملك اتخيل معايا ان في دلوقتي مين بلونة البلونة دي جواها مية وعليها مثلا مين ملاية سرير مثلا فانت لما تجي تحط صباعك كده مين على الحاجة البرزة دي تلاقي البلونة هربت من تحت إيدك وراحت الناحية التانية اتزحلقت بالبلة دي اتزحلق ده اسمه فلاكتشوانت طب هالكلام ده بيحصل هنا لان دي عبارة باللونة اللي هي الليمفينود جواها صديد او كيزيس ماتيريال فلما تدوس عليها تلاقيها ايه بتهرب كده من تحت إيدك او بتروح الناحية التانية فاهمني اسمها فلاكتشوانت تمام بس ده معناها ماشي بسبب البريكين داون يعني عملا ايه اللي هو البريكين داون اللي هو بتتزحلق من تحت إيدك يعني ده معناها يعني تمام فدي حاجة مميزة شوية الموضوع مين الموضوع النرجم المفينود بتاع التي بي طيب لو العيان جالك في المرحلة دي وهي لسه التي بي كبرت شوية بس لسه معملتش ماتنج قالك والله وانت بتحسس كده عليها تحسها مخرزة يعني كأنك مين معاك سبحة السبحة بش ببعها خرزة بعد كده خرزة بعد كده خرزة فلما تمشي إيدك تحس كده جماعة ايه بإحساس كده معين كده مهم كده ايه اللي هو بيد كورد بيد كورد يعني زي السبحة زي إحساس السبحة فاهمين الفكرة يعني لو العيان جالك في المرحلة لسه ايه معملش أملجميش ولا حاجة تحس بإحساس أنه عاملين ايه الليمفينود كبيرة كده وتحت إيدك فوانت بتمشي إيدك كده بتحسس على الجلد تحسها أنه عاملة زي البييد كورد الحبل اللي فيه بيد يعني خرز تمام ده كترة فدي حاجة ايه كاركترستيك شوية في مقيمة للمفينود بتاع مين دي حاجة او كاركترستيك للمفينود بتاعة تي بي فالحبل الكورد بيمثل الليمفي فيسل طب والخارز البيد مش كده الكورد بيمثل الحبل اللي هو الفتلة بتاعت السبحة بتمثل الليمف فيسل والكورد والسبحة نفسها خرز السبحة بيمثل الليمفي فيسل فهمينها طيب يبقى دلوقتي لو جالك في مرحلة من المرحلة التلاتة دول وهتحس الليم في نوت بمين تندر عشان فيه فيبروزز طبعا عشان فيه الليم في الفايبرو بلاست في لاكتشواند وهتحسها ببيدد طب بفرض جالك في المرحلة دي انها عملت أبسس هل هيختلف الاحساس ده طبعا طبعا هنا مش هتحس بالبيدنج مش هتحس بالبيدنج ولا هتحس بالماتنج مش كده ده كترة انا عملتلك الخطوات دي عشان افهمك الكلينكالبيكشر بسهولة عشان كتاب القصر مدخل الكلام كله في بعضه هنا طيب في الحالة دي اللي هو جالك في مرحلة الكولد أبسس هتحس بإيه آه يعني ده يا جماعة بصوا كده بالبلدي يعني كده جلد تحته مين تحته إيه جبن قريش تحته جبن نستن فهو انت بتمشي ايدك على الجلد هتحسه إيه طريق ولا ناشف بالبلدي جلد تحته جبنة هتحسه صفت كلام سهل يا ده كترة والله العظيم الطب سهل جدا بس عاوزوا ليتفهم تمام كلام سهل صفت سهل خالص تمام فهتحسه صفت صفت سويلنج وصفت سويلنج ده وانت بتمشي ايدك على الجلد تلاقي ورا الصفت سويلنج لمفنود آه يعني ورا الصفت سويلنج انا هحس بلمفنود فهمين الفكرة يعني حتى كده مكتوب في كتابة القصر هقرارك النص بتاع كتابة القصر يعني دلوقتي اسمها كده أكولد أبسس if present is a soft في لكتشوانت يلي هو يعني بيهرب من تحت ايدك ايوة جلد مية بتهرب من تحت ايدك سويلنج connected to the underlying هزية الجنود يعني السويلنج ده يعني تتبع المسار بتاعه تحت الجلد تلاقي ان فيه لمفنود متصل بيها فهمني؟ طب هو احساسه cold abscess حتكتاب لقصر كده لكتلمة غريبة cold abscess is slightly warm يعني سخن شوية شوف عشان كده قلتلك بدري ان ال cold abscess هو ولا cold ولا abscess طب هو حد يقولي طب لما slightly warm ليه قلتش عليه hot؟ ال hot ده اللي بيكون معاه فيه var تمام؟ طيب تمام ماشي ال skin يا جماعة بيكون ماله thin رفية عليه thin بدأ يتقطع عشان بيحضر ان هو يفرقع لبرة ويعمل لي sinus والله ما حد هيفاهمك بالتسلسل المنطق ده ابدا والله طيب والله حد جايلك بالشكل ده تتوقع ايه الانفستيجيشنز اللي ممكن تعملها؟ اول حاجة تعمله انفستيجيشن على الشيست شيست اكس ري لان قد يكون ده مثلا دخله الشيست يعني اللي يجيله مثلا ميزنتريكا فاكيد ممكن يكون دخله الشيست فلازم تعمل الشيست اكس ري كلام سهل تمام؟ تعمل حاجة اسمها تيوبركلين تيست لو حد فاكر اللي هو يجيبه الانتيجن بتاع تيوبركل ويحطوه تحت الجلد فاكيد لو عنده مناعة انتيباديز ضد التي بي فهتعمل ري اكشن فيلاقي المنطقة ده حصل فيها حمرار كده اسمه تيوبركلين تيست تمام؟ ده جود نيجاتيف يعني لو ما حصلش تفاعل فمعناه ما عندوش التي بي لكن لو حصل تفاعل ممكن اه ممكن لا ده معناه كلمة جود نيجاتيف لو انت بتقرأ من كتاب القصر تمام؟ ايه طيب الحاجة تان يعني هتعمل الاسبيريشن للليمفنود دية وتشوفها تحت الميكروسكوب تمام؟ تصبغها بقى بالاسد فاست بكتيري اسد فاست اللي هو الصبغة بتاعت زيل نيلسن وتشوفها هل فعلا تي بي ولا لأ تعمل بي سي ار ماشي يا تكادرة؟ بس يعني في كلام سهل تعمل كالتشر لزيل نيلسن ستين لو نشتاين جونسن ميديا اللي كان فيها المالاكايت جرين اللي خدناها في التي بي تمام؟ طيب ايه العلاج بتاعها؟ علاج بتاعها اقوي المناعة لأنه هو ايه اللي يخلي اللي التي ب بقى تهرب من واحدة للتانية وتعمل امالجاميشن بقى وتفرق على برا ان المناعة ضعيفة مش قادرة تحميك مش قادرة تفيبرها ولا قادرة تتموتها الخلاية اللي هي الرئيس الاركان للحرب اللي كان بادري مش قادري مش قادري يقوي الماكروفاج فاهمين؟ فقوي المناعة وأدي انتي تي بي سيرابي اللي كان بيتخذ لمدة ستة شهور كورس دا لو حد فاكر حد فاكر جمع الكلام ده؟ لو كنا بندي اي ان اتش بقى والفنبسين والكلام ده طيب لو ما استجبش بعد الستة شهور فده معناه انه عمل ك يعني لو ما استجبش على دواء تي بي فده معناه انه عمل كازييشن والكازييشن ده لازم يتفضى يعني هو الدواء ينفع لو كان تي بي وخلاص لسه ما عملش كازيس ماتيريال فيه ان لارج منته وخلاص لكن لو لسه اللين في نوت كبيرة فمعناه انه فيه كازيس ماتيريال جوه فده لازم تتفضى تفضيه فاهمين؟ فهتطر اسحب الكازيس ماتيريال لسحب دي يا جماعة فاهمين الكلام سهل خالص تمام؟ طيب هاسحبها ازاي؟ قالك والله لو هو كولد ابسس يعني الخير وبينها انه اقصدت دواء وما استجبش هو كالنوع مين اذا كان كل ايس نابسس جالبا هو تحت الجلد تحت بقى جلد الايت تحت جلد اي جلد هو في اللن في نوت تحت كلام تمام؟ والكلب قلنا انه ان التخرج ل� boa اللي هو Lowerだقل ما firefighting طيب فانا هعمل ايه بقى؟ بص هعمل ايه؟ يعني فهمها معاي كلام سهل هشتغل بحاجة اسمها ذات تكنيك حد فاكرها ذات تكنيك خدناها في الكليفة بلت تمام اللي هو الريليز انسجن حد فاكره يا جماعة كان اسمه ذات تكنيك عد علينا في الكليفة بلت قبل كده مش كده اسمه ذات تكنيك طيب ايه فكرة الكلام ده؟ قالك والله الكولر اشتد الأبسس لما يكون تحت الجلد انا هاسحى بالأبسس اللي هو الكولد أبسس ده اللي هو الكازيشن بطرق معينة قالك ازاي بص انت هتشد الجلد هتعمل ايه هتشد الجلد ليه قدي الخراج الخراج يا جماعة بيكون مثلا او حتى لو سينس تمام والسينس ده او الخراج مش بيكون كده فيه نقطة صغيرة كده في الجلد يا جماعة اللي هو بيطلع منها الصديد او الخراج يعني سواء هو كان سينس او لسه مفتحش على الجلد المهم ان فيه نقطة كده او حتة النقطة دي اللي هي ايه حتة صغيرة في الجلد كده مخرومة بيبدأ يطلع منها مين المادة اللي هي الصديدية دي مش كده طيب فانا ماينفعشي اجيب الابرة بتاعتي واروح ادخل مين الابرة جوه اللي هو الخرم ده ليه انفكشن انفكشن يا جماعة تخيل حط الابرة في حتة مليئة انفكشن او مش انفكشن عشان يا جماعة بصوا هقول لكم يعني هو كده كان عشان انفكشن احنا بندي ستريبتوميسن يعني اول ما بنحقن في المنطقة دي بنحقن ستريبتوميسن ده كان ده ضد انت تي بي ولكن هفهمك ليه يعني بيقولك في كتاب القصر او كتاب حتى دكتور مطري يقولك نحطها في نوندبينتان تبارت هفهمها لك دلوقتي الجلد ده دلوقتي الجلد ده هو صحي كده تحت مين تحت هاي بريشر يعني تحت كيزيس ماتيريال ضغطة على الجلد ضغطة جمده وعايزة دب تنفجر فتخيل انت تروح تعمل مين زي كنك معك بلونة تمام معك بلونة البلونة دي كده بص كده معايا ادي بلونة اهي طبعا هان بلونات كتير النهاردة عمانيشو حالك ازا مرة تمام ادي بلونة هيدا كتر تمام البلونة دي جواها مية وانت عاوز تسحب المية دي تمام عاوز تسحب المية من البلونة طيب تخيل جبت مثلا مين معك حقنة الحقنة دي هتحطها في أنهي منطقة في البلونة هل هتحط الحقنة في الحتة دي ولا هتحط الحقنة من هنا مش كده يا جماعة لو حطتها من هنا المية هتبدأ ايه من قوة الضغط بتاع المية تبدأ تطرطش كده في وشك وتفتح الفتحة كده بتاعت الحقنة ففهمين الفكرة مش فاهم يا دكتور يا عم تعالى فيما اسهل انت لو معاك مين عصير تمام هتحط الشليمو فين يا جماعة العصير بيكون من تحت هل هتحط الشليمو كده من الجنب هتلاقي العصير بدأ يعني يتقصر كده او اللي هو ينقط كده من الفتحة دي مش كده ولكن انت بتحطها في نندبندنت ايريا يعني حتة مفاش عصير يعني بتحطها كده من فوق فاهم وده وده وتوصلها بقى بالشفات نفس الفكرة هنا احنا ما هنحطش الحقنة في مين في المنطقة مباشرة ليه عشان لو حطت الحقنة هتلاقي مين اللي هو الخراجة تفجرت كده وبهدل الدنيا فاحنا بنعمل يا جماعة بنحط الحتة يعني تلاقي حط مين حط الابرة من هنا ودخلها بقى من تحت الجلد وبدأ يسحب فاهمين فحط الحقنة في حتة مين عشان ما تفرق اعشف وشه تمام اسمه ويفضل يسحب 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 ده لو كان ايه يا جماعة الكلام ده يسحب في الابسس يفضل يسحب في الابسس وحكذا تمام دي الفكرة بتاعته ماشي? ولكن النيدل او الابرة هتمشيها في مين? بزات تكنيك. يعني ايه? تخش كده تسحب. وبعدين تخش بالشكل ده تسحب. وبعدين تخش بالشكل ده تسحب. وتخش بالشكل ده تسحب. تخش بالشكل ده تسحب. اسمه او زات تكنيك. تمام? الزات تكنيك ده بيعملوه في مين في تي بي. يعني تمام? انت بس اعرف الاسم على ناشرة فصيلة كتر من كده. فانت بتمشي كده زي الزجزاج كده بالابرة. تمام? تدخل كده 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 تمام عشان تسحبها كلها تنظفها كلها يعني طب تخيل معاي كده انت بتسحب لقيت ان الكوليكشن كان سيك كان تخين شوية او كان مالتي لوكيوليتد يعني كزا مين كزا حت كزا مثلا لمفنود مفرقعة فده معنى ان كيزياس ماتيريال مش مجرد ابسيس ده معنى ان كيزياس تجبن ففي الحالة دي لازم تفتح لازم تفتح وتعمل حاجة اسمها اوبين درينيج تمام يبقى لازم تعمل حاجة اسمها مين اوبين درينيج يا د كترة تمام بس ده كلام اللي مكتوب في القصر يعني تمام يقولك هاي الكلد ابسيس هتدي انتي تيوبركيلاس دراج انتي تيوبركيلاس دراج يعني الاول هتحقن في الحتة دي ستريبتومايسن ليه بقى ستريبتومايسن عشان والله زي يحوار زي يحوار مين السرطان كده عارفين لما بنقول ان احنا ايه قبل ما نعمل العملية بتاعت السرطان بندي جرحة اشعاع عشان مثلا نحجم السرطان عارفين الكلام ده او مثلا بعد العملية ندي شوية ريديو اكتف ايودين في السيرويد عشان يقضي على الريزيد والتيشو نفس الفكرة هنا بنخاف لحسن بعد التنظيف يكون فاضل شوية ايه حتة كده صغير او حتة صديد كده صغير معرفناش نشيله فاحنا بندي لازم في الاول انتي تيوبركيلاس دراج فهمينا ده كثرة وبعدين هنعمل كزا مرة يعني كزا مرة يعني تدخلها مثلا من هنا وتشفط بعدين تدخلها كده وتشفط اسمه فالفلار مانر وتدخلها كده وتشفط فبتعمل تمام ليه لاحسن انت مثلا ادي كده ادي حتة ملينا صديد فانت مثلا لو دخلت الابرة كده وشفط شفط 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 الحتة دي كلها شفط دي فبص كده ممكن ديكون متبقى حتة هنا فاهمين فعش كده تروح ايه تقلب الابرة وتروح تجيبها مثلا ايه كده في الحتة دي وبعدين تقلب الابرة وتجيبها في الحتة دي اسمه فالفلار مانر تمام يا كاترة او اسمه زت تكنيك يعني الاتنين صح لو في الامسي كيو تمام يا جماعة فده معناها وبعدين بعد ما تخلص كده تروح تدي حقنة ستريبتوميسن في المكان لاحسن يكون فيه نقطة ولا حاجة سبتها تمام فتقضي عليها خالص ده الفكرة بتاعتها تمام بس طب لو كانت ساينس وفتحها الجلد نفس الفكرة هتدي انتي تيوبركلاس دراج تدي برضو علاج للتي بي وتعمل اكسجن لللمفنود وتشيلها برضو هتنظف الجرح يعني هتعمل له ايه يعني هتعمل له ايه يعني وده موضوع التي بي اللي هوسنا بيه وقاله انه حد شرحه في الكلية معرفش هل هيجي ولا لا الله اعلم اقروه من كتاب الاسر العيني معكم كتاب دكتور المطري برضو ا انا شرحت كل المعلومات ان شاء الله يعني تمام هتلاقوا كل الكلام مواضح ان شاء الله بيقولك ان هو تمام بييجي في الليمفنود في البلاد بورن ده ان هو بيجي مع مين يا جماعة زي كده برضو يعني مش قلتلك ده بيجي بسبب يعني حد منعته وعد صح كده فالبكتيريا قامت بقى من نمها فده برضو بيجي في تمام كذلك شرحنا الكلام ده كله تمام نفس الكلام هتلاقيه مكتوب في القصر بيقولك ان بتاعت البلاد بورن طيب بيقولك برضو ملتيبل جروب بيكون رابري ان كونسستنسي وبيكون غالبا النوع الليمفنود بيكون ديسكرت 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 ده انا شرحت لك معنى ديسكرت يعني متفرقين عن بعض كده ما عملوش لسه ماتنج يعني هنا بيكون ديسكرت تمام الليمفنود عكس مين عكس هنا الليمفاتيك بيكون مين ماتنج او امالجاميتد وفتحوا بقى على الجلد تمام لكن هنا ما بيوصلوش لمرحلة الماتنج تمام او بيكونوا غالبا في مرحلة الديسكرت تمام لك كده فهمتها لك تمام اقول لك ان هناخدوه الفيديوs 제일ellow اله bounced استيراد den circle ينصبحوا القريبون من بعض ي rivalry ولا يزج 뭔가 يكونوا متنج بيكونوا بالشكل ده ده في الـهوجيكن للمفومة طيب يقولك ممكن الـBlood Born typegt بما انه ديكونCE ممكن يتشخص للغلط يدخل في الـ P-diagnosis اللي هو أنهي نوع ده اللي هو الـ Lymphatic born TB ممكن يدخل diferential لماذا ؟ خبأs مع الـ لكن هي الـ analogue ماتينش هل ممكن يفتح على الجلد لا نادر او ما بيعملش انا قلت لك انه ليت لكن لا يعتبره ما بيعملش يعني يبقى حابب تشطبها شطبها ماشي يعني عادي كده هو بيعمل مين ديسكريت جماعة تمام لكن لو تسابه ما تعالجش ولكن هو يعني فهمك برضو مش غلط ان اقول ليت امالجميشن يعني هو ممكن يعمل لو تسابه اللي هو اطلع من الميضالة عمل ديسكريت ولكن محدش بيسيب نفسه لحد بيوصل للمرحلة دي فاهمين الفكرة فاهمين يا جماعة فهم ما بيوصلش للمرحلة دي مش ما بيعملش ما بيوصلش فاهمين فعشان كده قال لك في كتاب القصر ان البلاد بورن طيب اسمع كده هقولك كده جملة وحلوة جدا كتاب كتاب القصر يعني عمرنا ما شفناها مش معناها عمرها ما بتحصل لا دي خطوات بتحصل مع اي تي بي ان اللينفنود تكبر تبقى ديسكريت وتعمل بيدنج كورد بعد كده تعمل ماتنج امالجميشن تعمل ابسس وتعمل ساينس ولكن بيقولك الكولد ابسس والساينس is never seen عمرنا عمرها ما شافت فاهمين دي كترة يعني هي بتحصل عادي عشان كده كتابتلك فوق ليت امالجميشن مش خلط لكن اعتبرها ما بتحصلش او ما تشافتش مش ما بتحصلش اتفانة طيب وعلاجها نفس الفكرة اتمنى يكون الفيديو عجبكم وفهمتوا التي بي لأول مرة انا عارف ان انا طولت شوية ولكن كان لازم اوضح لكم التي بي يعني ليكم من الزمن كده حتى لو ما يجيش هيجي في الامتحان فهيفيدكم في حياتنا العملية يا جماعة لانا هنشوف تي بي كتير والله يعني تمام واتمنى يكونوا فهمتوا الفرق بين الليمفاتيك بورن والبلاد بورن بلاد بورن مع ناس كبيرة والليمفاتيك بورن وفهمنا طبعا الجرانيلومة اللي بتحصل والهايبر سنستيف في راكشن تايب فور والحاجات واللانجهاند سيل والكلام ده كله اتمنى يكون الفيديو العزيز كده وعجبكم والتي بي بي سهل وفهمتوا حوار اللي هو اشكال الليمف نود دي مهمة جدا انا دوني على عملتها العجينة والعجوة والمحترة او ماشي اسمع اللطيفة كده تمام ودينة سهلة ان شاء الله وافهمت ليه كولد ابسس هو ولا كولد ولا ابسس ناخد الفيديو اللي جاء ان شاء الله الليمف دي ما مع الهجك الليمفومة وانه نهجك الليمفومة ونكون خلصنا مين شابتر الليمف ألقاكم فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وباي